المرة دي أنا جاي لك لمصلحتك ولمصلحتي هقول اللي يخلص ضميري وبعد كده القرار قرارك تفضل أحكي اللي بدك إياي مش ملحظة إن معاملة الدكتور قادر لينا ليوندول متغيرة شوية؟ كيف يعني متغيرة؟ يعني بحس إنه وبقاش يقامل لنا زي الأول كل شوية يتنرفز علي مش عاجبوا أي حاجة بعملها؟ بالنسبة لأيلك؟ بالنسبة إلي أنا شو خاصنة؟ ليه أنت عزة تقنعيني؟ إنه معاملته معاك ما تغيرتش يا نورهان؟ لا ما تغيرتش شو؟ بلا اللف ودوران، قل من الآخر شو بدك؟ نورهان تعملي إيه لأولي نعمتي أنا وإنتي غدر بينا وجاب ناس تانية خالص يشتغل معنا ما بعمل شي أصلاً أنا واضعي مع الدكتور قدري غير أنت أنا سيدة أعمال وصاحب التوكيلات لشركات تركية بس أنت الرجال تبعوت أوه، لا ما عليش ما تنسيش إن الدكتور قدري إيه طايلة ويقدر يكلم الناس اللي أنت شغالة معاي وقفولك شغلك والبزنس اللي أنت بتعمليه في مصر وبعدين هو راجل موصوق فيه بالنسبة لهم وعشوها الدباجي كله يعني؟ موسى نورهان أنا عايز أشتغل أنا وإنتي شغل بينا لمصلحتنا إحنا الاتنين إلي جانب شغلنا مع الدكتور قدري شغل يأمننا من أي غدر وعلى فكرة أنا برضو أعرف حبايب كتير وناس مهمة يقدروا يسندوني قلت إيه؟ أنت من فترة أخذتني لعندك على الكفاه عشان تهددني بالدكتور قدري ولا جايع بتقلي بدك تشغل من ورا دهرو شو القصة؟ في شي غريب ما ياك؟ لا مش غريب، هو ده البزنس كل يوم على حال لا يا أناس، أنت عبتعمل زي ما بيقول المثل عندكم القيت اللي ما تقدر تعدها من عليها وبوزها وأنت لو كنت شفتني خايفة يعني من هالقصص بالتهديدات ما كنت جيت هلأ تطلب عليها الشغل وأنا بقولك إيه؟ مش عايزة صفقة تاني يعني بترفضي؟ واضحة شوقك، انت حرة، بس خدي بالك اللي درما بيننا ده لو وصل للدكتور قدري لا 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 ما تخافش، أنا مش من هيدا النوع أصلا أنا بسمع كتير لدرجة أنه ما بعرفش أوكي؟ خلصة المقابلة نسافر؟ نسافر يعني إيه؟ لا يا مش سفرية يعني سفرية، دي مصلحة شغل كده جوه مصر، يعني حاجة كده هنقضيه؟ أنا جببص عليها هنا؟ ببص على إيه؟ معرفش؟ أنا بصيت؟ مسافر فين يا عبدالعزيز؟ بقولك مش مسافر لحاجة جوه مصر كده، أنا بس عايزك تخلي بالك من نفسك طيب وإنت ليه بتكلمني كده؟ محسسني إنت مهاجر ومش راجع تاني؟ عبدالعزيز، أنا ليه حسن أنت عايز تقولي حاجة ومش لقي كلمه تبدأ بيه؟ الموضوع مش كده خالص، كده الحكاية إن أنا بقلق عليك وأنا مش موضوع بس أنت كده بجد علاقتيني، يا سفرية دي فين بالضبط؟ مش مهم فين، المصلحة كده سكة همشيها، ويا صابت يا خابت، بس أنا حس إن فيه خير بص يا عبدالعزيز، لو أنت حاسس إن أنا حامل اللي زايد عليك، أنا ممكن أن صاحب يعني محاجة إيه الكلام اللي أنت بتقولي دي؟ لقد كده خدت الكلام في سكة تانية خالص غير اللي أنا أقصدها لأ أنا أعرف نقوليه كميس، وبعدين طالما أنت مش مأمين دي قوي كده، خلص، كل هتحر في حياته إيه الكلام ده؟ بولك يا حنين، هو أنت بتفرج على مسأسرات تورك كتير؟ يعني؟ مش عارف جاء والتمثيليات تورك نزل كده علينا كده، عارفه إيه؟ هو أنت لسه لحد دوقتي مش عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ لا يا عبدالعزيز، ما عارف، بس أنا يعني كنت عايز أسألك سؤالي هو ممكن واحد يحب في حياته مانوتين؟ يعني إيه علاقة السؤال ده باللي إحنا بنقوله؟ علاقته يعني أن أنت حكيت لي كل حاجة في حياتك قبل كده، بس عمرك ما جابت لي سيرت لبنا؟ أتي عرفت الإسم ده من إيه؟ أنت ملك الدية قوي كده ليه؟ عادي يعني، وأنا بكلم مامتك في التليفون، الكلام جاب بعض، جبنا سيرت مامة ابن قضاء يرحمها، بعد كده جابت سيرت لبنا عادي يا حنين؟ اسمعي بقى يا حنين، أنا مفيش حاجة في حياتي خاف منها، ولا بك عليها، وأي إجراح عدت علي في حياتي ما علمتش في ضغري، لإني ما سمحت لهاش تعلم في ضغري، ودينا هو، بعرف أعيش، وأعرف أدي وأعرف أحب، بس خلي بالك، لو حسيت في يوم أن حب ده هيضيفني، هدوس علي محبولة، الانتفاق دي كان بيننا لمواصل، كان بكلام جد، وأنا لعبا أيام، ها؟ ما تقول؟ يا عم إيه إحكاة الشرشرية دي وأنت من ناحية وبنتك من ناحية، عايزين إيه بقى مني؟ أعني أنت يا راجل يا واطي، تبعت الصيع بتوعك، عايزين ياخدوا البضاعة من المخازم بتاعتي؟ بضاعة وأنا حر فيها، الأحراق أكوي، أنا حر، بالراحة، بالراحة شوية وأنت بتكلمني، لما هي ضعتك وأنت حر فيها، خليك مر يا رجل محترم، وخليك قل الكلام يا رجل يا واطي، شايف؟ انت بتقلط فيه هو، بتقلط فيه، وبنتك تقلط فيه، وتزاني في الشارع، وأبا قولك، تقول لي معلش ماجي يا عم، ماجي يا عم، كنت روح قل لها، قل لها يا عيب يا بنت، يقطوا براقة بيتها، قل لها يا عيب، عيب، عيب لما تعملي كده، فأبوكي، أقول لي زي أبوكي، أندي، اللي مين، اللي زي أبوكي يا مديل، إلي حبد الله، إلي أنت قلتها بعمة لسانك، ها، زي أبوها، ها، يا عم، مش عامل صابي، وجاي تقول لي اخطبها لي يا أونكل، يا رجل عيب، لاش رحيدي، بقى مالي قلبك كده، حيدي مالي قلبي، ماشي يا عم، أنا الحيدي مالي قلب، قلب سود يا عم، شوف لك قلب فوشي غيري، نعم، شوف لك قلب فوشي غيري بقى، يا رجل الكلام معيب، انت صغير، أنا مش فاهم، انت عايز ايه بالزبط، اللي احنا بقوله ده كلام رجال ولا كلام معيال، لأ كلام معيال، أقول لك لي بقى، ايه، أنا عايزة فض الشركة، نعم، ايوه، انت من ناحية وأنا من ناحية، صباح الخير يا داري، انت في حالك وأنا في حال، ايه رأيك؟ أنا موافق قوي بقى، ماشي، ابعد بقى لعال بتوعد، يلموا كل بضغطك من الخزن بتاعتي، وخلي بالك، اه، أنا عايزة تيجي تحسبني بقى على دايل ماليك كل واحدة، هتحقق، ماشي، بل يا شافعي، أنا بخاف، بتاعي يا شافعي، اطهر معلم، واللي بتنوكسارهم رشتر شبية، ومحدش منهم يقرب من معراضي، ماشي تحقق، ايه، انا، اه، انا يتقل كده هنديل، ايوه، اه ولا دا الكلب يا واطين، ان ما وريتك هنديل الكلب؟ دي الكلب؟ ماشي، وانت لسانك عايز اطعق، اطلع دي انا مقلة من هاوي، جواها ملبش، وطريق كل جيوم، وتحس كده ان فيه شبورة، وانا عايزة اعرف، هم عايزانك انت ليه بالزيت؟ يا بتاعدي فيها ايه؟ يا عم يركز معايا، اقول لي هم عايزانك انت ليه بالزيت؟ قادري يا نهري سوي، هنعمل معايا ايه؟ اه لا، هم كده زي ما تقول ايه؟ وغادرنا من سكة، هنعيش اش هقول لي اموت احنا الكل تمالك مبتوط كده، ما حدث احنا لحين مارينة ما تقلقش، ما تخافش، انا احضر خطة ما تخرش الميا، ما تقلقش انت بس انا ماليش في النظام ده، طول عمري شغال قطاع، عمري ما اشتغلت جملة بتاع دي فيها ايه؟ يا نهري سوي، بقول لك ركز معايا ما اشتغلتش قبل كده انا غوملة خالص اه، ما هو ما هيبقاش هكله بحلقة يا صاحبي، ما هيبقاش هكله بحلقة وبالي انت الفلوس اللي تلعم المصلحة دي، ايه رأيك فيها؟ صراحة حلوة حلوة ايه؟ يعني ما هيبقاش هكله بحلقة يا صاحبي وقلتلك ان امرتب كل حاجة بخطة ما تخرش الميا يا عم انت بتهرج، ده السلاح اللي هم عايزين يا عدو ده يقوم حار ال بتاع دي فيها ايه؟ هي ايه دي؟ يا عم اشرب انت ساكت، وقلها هنعمل ايه في المصيبة اللي انت بليتنا بيها دي؟ ايه اللي بيران ده شعبان؟ يا قصتلي كده؟ ده جرز الباب كليفونك يا جادة تليفوني؟ يا انت طلعت كثير او من اللي بيراني؟ اه حاجة هادري اه حاجة هادري اه جالك التكليف يا عبدالعزيز قدامك ساعتين وتكون عندي تستلم الشحنة وتتكل على الله لا 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 انا كنت مستنى تليفونك كله هتظبط حسب العاية بعمر الله المقابلة في المكزن انت خلاص كده وفيت اه حاجة انت بعيش انت بيش بعمره من تفش انا مش بيصدق نفس انت بيش احمق و لحمق في معرضي ده بجد دة ولا تهيوات اكيد تهيوات يقف عليك يا زيزو. يعني انا بقول لك كده عشان هفض فضل. احم احم. اللي احم احم. طمر حاجة ثانية يا عمر شرعب عزيز. امشي مش عايزة حاجة. ماشي. 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 محسود. هو حد بيجي في سرتي ولا ايه? امه ليه? ده الشرع كله زي انا بيجي في سرطة. جاي على رجلتلي سناء عشان تبارك لها. جمد الحركة دي يا لهو يا لهو. ده انا حتنطى التنطيط عالشارع كله. عالشارع كله. وزمان قنديل بيهري كده. وليس يعرض بتقولي. اه شفتي بقى عبدي الجماية. انا عايزك بقى تشغالي نفسك كده ودواري المعرض ده. عايزك تبقي حديدة في قلب الشارع. متقلقش. هو الزبوني ابتدى يجي بس مش عارفة حسن العطبة نحس. انا ما متفقلش من بيت لطفي. بيت غم كده ونكديع. يا سنت فقت بقى الكلام ده. انا فاتتني يا اخوة انا بيهمني حق. علم الحق. ايه. انا اسمي نزلكي بضاعك. لأ. كل البضاع اللي عندي من ايام قنديل. طيب انا هكلم ياد ينزلك حتى تتم بضاعك كده وتعملي علوم عرض كمان يا هلطة بقى. يالله بنضحي. عايز ازبطك في قلب الشارع. عايز انت بقسك في قلب الشارع. انا بنت بقبق بينزل عسر وصكر. عارف مفكرني بمين. بمين? يا محبوط ياسين في حبه وكبرياء. اه. طيب صلك بقى من حبه وكبرياء ده انا. نيه يا زيزو ده احلى حاجة حبه وكبرياء. ما انا هعملك بقى جازة صيف. لا يا شيخ. اه انا عايز اطلع كده رايح يومين وقلت بقى الريحة دي ما ينفعش من غير سنقنا. مصيف. حاجة زي كده. يبقى. قطين نحجز قطين. يا بنت قطان ايه انت بنتي ولد. ده سفار يعني راملة وآآ وصحرا وخيم والجو ده. صحرا لا 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 اخاف. احطان من ايه. لا ما تخفيش مش عامل حاجة. انت بس جاهز نفسك. يا ربي يا اخويا تعال. جاهز انت بس نفسك. حاجة. اوصل من شورة ورد عتاني على طول. طب اقوعة هتعوق انا من اتظارك. عايزة حاجة? حاجة. يلا. سلامة. شا عارفة خائفة من شيء ما. صحرا. لازم استعيد. عارفة بيتها صبيرة. وحيات عيد السليبة دي واللي عدا بقى. بص في العدية. لقبة الرائعة. لقبة بص في السليبة بش اللي بايضة. اه. بحبك هم. بحبوش عبدالحليم لسوس البر. اه. 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 ايه يا عبا وبدوك الحولة في لباقك ولا ايه? دلاني في. خلاص. انت كويش دلوقتي يقش معني بقى انا عندي دلوقتي مشكلة. دلوقتي الكلام ده بقى ما بيعيش يعجبني. ها? انا ما بيعيش ياكل معي الكلام ده لازم تشوف لك حل. نلديك يعني شاب له طالع داخل نازل والناس تتكلم علي نلديك. انت ملحوظة يا بيت مين شابره ومين بقى مين اللي داخل بخارج نازل. انا شابره يا بيت باكره ده يخش داخل طالع نازل اللي هو عايزه يعمله. ده صاحبي وحق عليك كتير جدا. شوفت بقى انا عامل معاك الصحة كله وكاد عنا كلها. عشان ما تقولش ان انا على الليب احصل معاك. يا دي دي لا عليك وعلى سبيرة بيتك وعليوم ناسود اللي شوفتك فيه. يا عب احنا واخدينك الصيدلية تدوك حوض عشان تطلع بكدود ولا عشان تطلع علينا على الخاربان كده. يا عب فوق عادة بقى قدامك بيت مرة دي سبيرة بيتك. طب قولا يا يا سبيرة بيت انت مين. يا عم اسمعا يا ربي يخليك دلوقتي لازم تحليني مشكلتي انا عندي مشكلة. لازم تحلها عشان عميلي ايه في خطبتي انا عايزة تجوز. عايزة تجوز زي البنات كده وتلبسلي فستان وتفلحوا بنتي تجوز انا عايزة تجوز. ايوه لما تحوش تتجوز دوري على حد تاني انا معرفش انت مين انت عشان ايه عايزة تتجوز. شابرو ايه? الضطع البجب البعث اللي وقف قدامك ده هو خطيبها. يا ايه انت عايزة تخطب البت دي? طب ما تدور على بنتي احسن وتيجي تخطبه. رح تتروح لعب زيزو بقى يحليني المشكلة. تعالي. 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 بقولك ايه? انا عايزين نعمل طلبية التالف عشان لقلبوية تبقى مكتسحة السوق. اعمل الطلبية اللي انت عايزها. وشوف اللي يغطيك قد يخلي بالك. تعايزك تحب بالك من المعرض اللي اللي يغيبها من دورك تتفعليك. اعايزين نكلم انا وتفكرني عشان قتل اعايزين نطلب من العين اللي هو كدفو ايدي هنعملها مات سأل بقى. وعازين ناخد فاترينا هنا ناخد المحل ده عايزة اخد المحل ده. ناس نوعات انه معروض. بط. يعجبنا هيكون فاضي. مباطب زيغروف ايدي. يا راح. بس يقول ما تعليص صوتك. ايفل المطوع استني يا بيت. ايه اللي حصل. لازم بقى تسوفي حلم على الاتنين دول دلوقتي انا لازم اتجوت لانا اتصومعتي بقى فى القلب. يعني فيه تر جاله قفيده انت اللي بتتكلمين بص يا عباية زيده. انا انا قلت logit اتكلم انت انا بقول سميرة. طب بدأ يا صاحب المشكلة. انا بقول سميرة. يا معالي مزيجو هتتكلم مع سميرة سعيد. ما اقوه عايز تكلم يتكلم. بعد اذنك طبع. تكلم يا سميرة. بوقتي بقى انا لازم تشوفي حل عشان لازم دي انا عايز اتجوز. لازم اتجوز. صمعتي بقيت في العرض. اقل لي معطر الجواز. معالي سيقال وخد الفلوس منك وفاصلي ملح وداب. دي دوعة انت قدت فلوس عشان عشان ده الجهاز. ابوها مجدود. ودناها صيدانية سيف خد حوعد اعصاب. ودناها خد حوعد خشورة. والدكتور قال الفلسوس بتاع الدماغه مش مظلوطة. تحضان وقمية وجلسات كهرباء. مش عارف ان ده بيته. البيت دي بتلعب على الوقت ده. والوقت ده رافض اتجوز البيت دي. ليه? لانه في فرق اجتماع ما بين البيت دي والوقت ده. بص الباكرون. بص له كويس. بص النظرة يعنيه? هتلايبني نحضر لسلالة جان كيس خان. بس. بس. صدر. ممروك. فرح كل ليلة. الله الله. واعمل لكم زفة ما حصلتش. من مصر للشيخ زويت. الشيخ زويت? اه. يعني انا هادخل هنا ولا في الشيخ زويت? اه. النهاردة الفرح وبكرة الدخلة. طب هتخلي النهاردة الدخلة وبكرة الفرح. انا هتكفل بكل المصاريف. بس استجنك ابعلي فزيز ويعني بعد يزلك. المفروض ان احنا ناسع الابوة في حاجة زي كده. هاني بقى نعزمه. هنعزمه. ولا يشرفني ما يتعزمش الفرح يا اصلا. خد يا بيت. خد انت. انت مش هي ايضي. هاتلك بدلة حلوة وروأ نفسك. لا هاتي ايه? فستان الفرح. خليتلي الولايه يا زيزو يا جامد يا راب. روأ انت نفسك كده هاتلك بدلة. ليه? فرح بيه? اتفضل يا عبزيزو ايجدد معاك. طب بقولك ايه رأيك بقى? على ايه دعمة لو افتكرتها? بقى عيدة. يا ابني ما تعاليش صوتك على ايه مش هانا اللي يطلقى. بقولك ايه عارمي عليها اللي يمد دلوقتي. تتكلم عليها اللي يمد دلوقتي. انت بتكلم على بنت معصوصة انا بقص. خليها لك بقى. اتفضل. مش عالف بقى. اتفضل. كل يوم بقى على ده. ولا عالف انا بنته ولا عالف انا مين ولا اي حاجة. يلا بتروح اجهز. يلا. ماشي هتجوز. هتجوز. يا دي ما ناظر تلبس بيدل. انت بتفكر في ايه? جات من عند ربنا. خطت التاموية حضرت لوحدها. لما نشوف. ما قصتك شاية. خلي بالك من المعرض اليوم من دول. بتقلقش. شوف يا شيخ ده اردر مباشر مني. ده بزنس. وانت عرفني انا مبهزرش في البزنس. لا لا. اجهز انت بس عندك وما تقلقش علي. انا تمام. ايو. انا فاهم طبعا. السقة اللي بيني وبينك اكبر من كل الكلام ده. يا سيدي الكنع الفلوس عندي عندك في متن. تمام. انا هبقى اجي بنفسي اكل الخروف وشم شوية هوا انضاف. مع عالف السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جام. عندك ايه? عبدالعزيزة ماشي. مالو. عمل اكبر وايه وفي الشرق يوم بعد يوم. ويشتري ويبيع ويخلص في محلات وقلبها معارض. يعني العملية دايرة معافة قلها. وبعدين؟ اللي تأمر بيه ساعتك. بس انا شايف نخلص ونرتاح. ايوه يا شخنايف. معاك عبدالعزيز بتاع شارع عبدالعزيز. فاكرني ولا. ايوه اللي قابلتك معزيزاني الدوري. ايوه الله ينور عليك. ايوه بتاع الصين. الحمد لله رب العالمين. بمناسبة الصين بقى. انا كنت بفتح كده خط انتاج مصنع يعني ببني. هيكون الاول من نوعه في الشرق الاوسط. ان شاء الله. لا 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 لا. مش مش ما. توفير التاقة لا. ده موضوع تاني كده يطول شرحه. بقول لحضرتك. انا عايز اعود معاك. انت جاي مصر ايامتا? طب شوف. انا عندي سفرية زيارة كده بأمر الله. هخلص وبعدين نرتبها مع بعض. عايز اعدي عليكم. ماشي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الله يكرمك. سلامة رحمة الله. فاطر. 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 تسلم دماغك يا عبد العزيز. فكرة الكهاز دي فكرة نايرة. عجبتني ودخلت دماغك ماشي. مش كده ولا ايه انا. اه? اه طبعا يا دكتور. طبعا. عبد العزيز دماغه سم. ما كانش كده وكانش اشتغل معاني. بشهادة اعتز بيها يا دكتور. سانة نفس حضرتك بس تدعي لي. انا بدعي لك في كل صلاة اصليها يا عبد العزيز. الله مالك بالانجاز من كل حب وصوب. والمؤمنين اللي عايزين يضحوا بالنفس والمال اصبحوا عملة ندرة. واعدوا واعدوا يا اخي عبد العزيز. كله عشان البشرية الجهلة. عشان تخرج من الظلمات الى النور. من عصر الجاهلية الاولى الى النور. كله عشان البشرية. الامة في خطر. الامة في خطر يا عبد العزيز. والقابض على دينه. كالقابض على جمرة من النار. لابد من مجابات انصار الكفر والعلمانية. وده يلزمه تمكن وتمكين. وهو كله ابتلاء مرضات الله. فهمت. يعني اه. كله ده عشان ابتغاء مرضات الله. طيب انا هتوكل انا على الله بقى عشان ينقل حق القريب. خلي بالك من نفسك يا عبد العزيز. ها. ربنا يهنمك السلامة يا عبد العزيز. ايه الناس دي. هتلاقي مفتاحة العربية في الكونتاكتة سيحب العزيز. turbo. خير عشي خير روح خير؟ شو صاير؟ مالا 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 والله كنت لسا هكلمك أشوفك سافرت ولا لسا أنا يا ستي لسا طالع من شوية أنا طبعا عارفة ان انت مش هيز تقولي انت مسافر فين بس اوكي تمام بس على قلي قولي يعني مسافر بقاطر ولا بطيارة ولا بعربية ايه؟ طب وانت عايزة تعرفي ايه بقى؟ هم؟ عايزة عارفة ايه؟ عادي يعني غلبتيني انا مسافر بالسوبر جيت لا يا اخوي احنا لدبين مقربان ايه 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 يا حلي هو ايه الصوت اللي حواليك دا؟ لا دا ماش داوش دا فيلم اه فيلم انا شغلين انا فيلم هنا فقال السوبر جيت ايه؟ يا فستة يا حاجة تسالينينا في الطريق اه انا هرايح شوية بقى هترايح ازاي؟ انا هرايح شوية انا أتشيت نمي بك اه هادا بتفعيل رجع التليفيزيون انا ومكدا وندا ايه نادا عاشها معاك ولا ايه؟ نادا مين؟ عدلنا ايه واحدة من عاشها ايه نازمة بس مش مشكلة بتقولي له ايه عليا؟ اه ربنا يخليكم بعض يا ست يا ربي يا اخويا تخلي علي وتخلي علي سلميلي علي يا بقى وعلى ماجي ماجي الله يسلمك انت بقى طميني عليك ما تقلقش ان اصحرانا ايه ماشي يلا تاسبح على الاخير وانتي من الاهر وانتي من الاهر وانتي من الاهر ماني بسوتوتي ماني بسوتوتي ماني بسوتوتي ماء اخيرا هاتي بقى بيات عليا مصلسل امشي يا شئيرا اه دا مزي غبية بيقول له ايه كل دا بيقوله عليا بقى وانتي ماني اسكتت فارجعتي فيزيون مهند اشي يا كيسي لا fruits I love you Uuuu أنتِ! أهلاً يا برنا! أنتِ تبير قليلاً! شفت! في الوحش! كلُّه من البيت إذا كنتِ تتكلمين! شفت! إنه الوحش تبير كلُّ من البيت إذا كنتَ بتكلمين! لا! معي! ترجمة نانسي قنقر اه هياسوا هياسوا جامل داخلينا على كمين هياسوا ها فرح فرح كده انا عاية انتتكني تلكيزوب بط المطال تعملي ايه يا شعلان خدها معك يلا يا امي يلا يا امي اطلع انت بقلبي جامل بوش اسبقلي واستنلي بعد اتنين كيلو يلا عملو دا وشعلو اطلع 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 شرطة فادمة الشعبي ودي الرقاصة طبعا اطلع تمام خلاص يابني خلوني عادو تمام الفندي هم tratشين يا عبدالعدي من آخر مرة لقيت نفسي حرامتي من نظر في عينيك الحلوة دي قلت السيدة نورهان خلاص استغنت عن خدماتي بس أنا برضو جمخ وبجيب المفيد أول بول ومن آخر مرة وانسألتين على العبدالعزيز وجبتلك أخباره ولا كلمتيني ولا أي حاجة ايه وشي المفيد؟ أنا سبيز هي على العبدالعزيز حيق ويسوف الرحلة إياه زي ما بتقوله في اللبنان شو؟ بنواجه بها الخبرية هاي سمعت وبيكلم واحد اسم الشيخ عودة وبيقول له هم هيخلصوا عليه من بره بره وأنا طبعاً كنت أعمل الموضوع ده بس ماقدرش من غير ما أقولك سليها الحلاوة في الآخر ها؟ مكفقتك عنده أصلاً هيدا نصير إنت روح لا بسرعة وانطروا لأانس وشوف لي شي الوضع من الكفاья أنا هيا يا جميل Chronica جميل يا رمان يا رمان يا رمان يا رمان تعال 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 بس يا شعلان لا دي حركات ما تلاقيش يا شعلان جاي هو يا زيزم تعال يا صنع الجو هنا عالمي هيعجبك يا شعلان يا يا زيزم انا اوه يا زيان يا زيان هو دي الشيخ دعيت زيك يا زيان اعمل ايه خش يا زيزم استنى استنى في ايه ها دي مرة غير كل مرة ودي تعالنات الشيخ عودة ليه يا خلص يا عمي طب اذا بعيش موبايلة باتسيتو مع شبرو طب خلاص طب خوش ده مالوش ده عبابة ليه كده بس يا سيان السلام عليكم السلام عليكم هادي مرة غير كل مرة سمعنا يا حي يا هلا يا هلا بالرجال كبيرنا اهلا بيك حق عودة الله ينور شوف عارفك ازايك زك عم عودة اهلا بيك يا ولدي شغرفت ونورتك الله يخليك افضله احنا الحاجات جاهزة وتمان بينا يا راجي الحاجات ايه ادخل رايح الاول من الطريق كلكو كارا جازين ايو عشيق طايف الناس تعال ايه الله يكريمك تعال ايه تعال ايه 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 وعلشان هيك جيت لهون انك مكنت ترد علي عالتلافون امم اقعدها مش بيرد وعبد العزيز اقفل موبايل يا دكتور كده هتحصل مسبحة هتقولي انس الكلب ادي فلوسك يا ولدي واتطمن عليها اه اه الدار امان يا شيخعودة الدار امان انتو ناس زي الفل والصالع النبي فلوسك وحضرة كتير اقدم المشيئة يا ولدي اعوزك على جمع بالنسبة للسلاح مش هتنزوم العربية يا شيخعودة لا لما تشوف حاجتك وتتمم على هدوء فلوسك وتاخدها وتحطها في عربية على الله عايزك ايه 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 عايزك في كلمتين على جمع مش شايفاني يا عدم يا رجالة الله علش يا شيخعودة بقى تدلع الله يبارك فيك الله يبارك فيك السباعد ياكم مرحبتين اسم الكريب زيان طب والدبع عب زياد بتعرفش حسب الخواجة فيد ايش تقول انت عايز لبواخزة عبر على الرأي يا ولدي الخلاواتة ويش هاد اللبس اللي انت لابسه ويش تسوي بتنطط جرود يا عب قرود ايه بتعرف عب عدل فردسل في الوكالة روح يا مغبول انت الخلاواتة فض التك في الخلاة الخلاواتة عندك روح طيب يا عب بتزقش خبار يا عشير زيان خبار يا عشير مش كنا خلصنا خلص خبار ما خلصناش عشان معاهم نسوين بقولكوا ايه اول مشي للعقال من على رأسي واحطوا قدامي تبقى هيد الابشارة تتروح وقفتينهم كلهم بحادة النسوين تتركوهم ليه النسوين؟ هنخليهم لينا هنخلي 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 ايه 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 انت ايه جوجزرت الشيطان اللي انت معايشني في حلمتاش؟ ممكن افهم احنا جايين هنا نعمل ايه بالظبط وايه فيه دي كلها؟ ايه سناعة ايه ايه تسرعتي؟ وايه السلاح ده؟ دي مصلحة كده افهمك بعدنا بس هتبقى تتحيني ما تقلقش يا عب انا مش عايز اتحيني ولا عايز اتنيل انا عايز اعرف احنا جايين نعمل ايه؟ طب كلنا اطلقنا العجم وما فيه احلى من هنا؟ ما جاوه مية مية وخيم وجاوه بادة وصحرة وحجر ومنسية على الاخر عايز ايه تاني؟ بوصة ايه؟ بوصة هتفضحينا؟ ايه شعلان 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 يا بنت اصغاضي اللي جابك ايه شعلان ايه زيزو طب محروم ولا ايه؟ اه محروم ايه خلي سناء جنبك اه خلي بالك منها خلي بالك منك عادي عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز اكت كلب على جنبك ايه اللي حصل لكم ايه عايز ايه؟ دلوقتي ادا كنت بحسب الخواجة ورا الخيبة وكنت لسه بفض التج سبعت الجبعة اللي هب بدوح ايه دول بيقولوا ان هب هايخدودها يقتلونا وياخدوا الدسواد اللي بعانا يعني احنا دلوقتي يرضيك ياخدوا الدسواد ويموتودها ونمشي عفيد اسكت اسكت ادا جايب البطوة بعايا ومستعد لاي باطزة تساكن ما تخافش انا كنت اعمل حساب يعني اتعرف اده هو بقى هيعتلونا ومساكن يا ابن اسكت جاينك ما سمعتش حاجة يعني كده وكده زي الطريق الالاتك طب اعبل ايه؟ شعلان شعلان خد الودة يعني دي خطة يعني ولا ايه؟ طيب خد الودة اخلي بالك من باكرو طب واحدة هاداكل الكلب ده ابتا هادا تبكت سوي الكلب يا معفن والله شكله كلب يا حجة صدايا تحفوا الخروف يا حجة متسارة لا بعض ممترة ايه صحيد هي صحيد ايه صحيد قلل ذ 딱 كنت فاني يا ولد؟ لا أبداً يا شكعود أنا كنت بشائك على المية والزيك كده عشان عايزين توقع الله لا ما ينفع أبداً لازم تاخد واجبك لا والنبع من الشيخ عشان عايزين بس نمسك الطريق كده لا فلوس فيه؟ موجودة، هات الفلوس يا ولد خلي رجالتك يرم السلح يرمي السلح يا ولد المسلاح يرجع وراء يرجع وراء عهد الفلوس ارجع تواوع عبدوا عهد الفلوس الحارين تروح العربية الفلوس العربية بك يوح عدي يتحر يوح تعالوا كان الحارين تروح العربية ما اريدوني ولا تعمينا فعال نيس وخضع المصلحة ضح ايو حاديات حالة اهلا عربية حجل المقومات ايس المقومات ماشي عنا ايه زيز امشي سيمتوا ازلتص احنا اصيبك ما نكشي ده ويطلع موسيد حاسستانين بعد عشرة كيلو يمشي ارخب يا عباش عبار قالينة هو يا عودة لوحلك في ضيافتك وميني ليك ومين اللي وراك عشان تشيعنا التشيع دي ما تلعبش بالنار يا ولدي انت أنس أنس هو اللي جال لي ألعب الحسابي وحسابه والسلاح دي رايح فين أصحاب المصالح كاتين يا ولدي خدت إيه عشان تخون بلدك وأهلك وناسك يا عودة ارخب ارخب اقلح حالك اقلح وطرع عمله فيك ايه يا زيزة انا كيفة قوية شوى مش كنا احنا عندي شقة كمحسن شقة ايدي يا بتي انت اني حد شوى مش شايفة اني ننعل انا عالكبز بتاعي انا عايزة دلوقتي اروع عانت بوقي يا هلو عايش داعي بقودك ايه اخراط خالص بلابوكي بلابتاع ببوكي دي السيدة وهو فاكرك ولا فاكر حاجة هل اي مرمي في الكاميرا ايه باطرح بتصدها والله عورك اتوابوكي بقول لكي سمعني زيوتك اصلا برشك لعجة ده بس بقى بس عايز صوتك علي والله عباش عاليت بطل بتبقى تخلق اخراسة ايه بس 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 ابنة سلام مش ليش شايفة يا ابنة سلام واهلا في ايه ولا في ايدي الواكي خش 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 ايه اللي تبقى زيزو انزل 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 طيب طيب انا يا شهودة يلا عشعلان هتخضر نفسكم كده اولاد بتتكلم هتشانطة الفلوس يلا عشعلان بسرعة للشنطة هنا هتضيعوا نفسكم هنا للشنطة محدش هينفعكم طيب تكلم التحدي ووجهلك الكلام بالوقت ايه سيبوه اركب معا اركب عبيل اركب هنا هتضيع نفسك يا ولدي يلا شعلان هتضيع نفسك يا ولدي مع نفسك انت بقى يا عمودة يا ولدي يا ولدي اطلع بسرعة هتضيع انت بقى يا ايه ده انت لسه ملمتيش؟ ده مش جاي لنوم اعمل اتسل باعت العزيز موباين ومقفول طب وضايق لقف ايه؟ الغايب حجيته معايا يا حبيبتي مش مشغول في حاجة بيكون مش عارفة بقى بصي بقى يا حبيبتي طالما قلقتي يبقى انا كده اتطمنت عليك ممكن تنامي شوية بقى؟ يالك ماشي يا عبدالعزيز ماشي استنى شعلان دقيقتين وجايلك ماشي يا حاجة كويس انك هنا عم بخيط امر استاذ فاكر الفيلا اللي انت جيت معانا فيها ايو استاذ عارف العلوان كويس ايو انا الزل لكم والوقت تخدهم توديهم هناك حالا ايو احب كل مدرسة مفيش مدرسة النهاردة السن دا وتشاتة هي اياك ترجحهم زي كل مر واسيبك ببابتي اسيب دي دا مدرسة اخر على مدرسة انا اخر على مدرسة انت هتقدر على تيتا انت الحمد الله على سلامتك يا ابني تعال شوف ابنك مغلبني متأخر على المدرسة مفيش مدرسة النهاردة يا عم عم بختم استنيك عشان يوديك الفيلا انت والوقت يلا ليه يا ابن فيه ايه يام عملي اللي بقولك عليه وبعدين اسألي فيه ايه ايو بس فهمني الاول عايزة اتطمن يلا يلا تب عايزة اتطمن بس ايو يا عم واهدان الحمد لله تمام اسمع بعشان عايزك في موضوع مهم عايزك تحضر للرجالة كلهم من ناسنا ومتسلحين جويس لا احد استنى من التليفون هقولك الزمان والمكان سلام يا مرنة 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 لا يا مرنة مرنة مرحت فيه اندي هلا يا مرنة مرنة لا اندي المسيه بسيه ايه اللي انت عماتيه ده يلا كمان خدت الهدوم اخبر السدوم لي لا تزعل مني يا انديل جتلك علمات من فوق للعودة للبلاد واني اهجرك ما املك غير السمع والطاعة برج المعزرة اذا بتريد طلقني غيابي وجزاك الله كل خير واذا ما بدك ما يفرق معي مداني جاني اوامر اني اهجرك وبحب خبرك اني اخدت المصاري والمجوهرات في مقابل شبابي يلي عطتك اياه لانك صرت مغضوب عليك من الاهالي والعشيرة ملحوظة فرأس اخي ما راح تلاقيب المعرض لهو ولا عبنان واذا بتلاقي بعض البضائع ناقصة من المعرض لا تفكر كتير في رأس باحهم لتدبير سفرنا باي باي حبيبي واكيد راح تذكر الايام الحلوة يلي كانت بيننا ميرنا يا بنت الحرمية يا بنت الحرمية انا اتعمل معاك يا ده ومنيح منيح منوح بابيس فانكوش يخرب بيتك يخرب بيتك يا خباليس في دومنيل طبعا انا المعلم عنديل على سن ورمح ده انا بورد وبستورد يعني العلم كله بتريتكلم عليها والجزيرة تسيح ما ينفعش يا خباليس بنت ووكلات الانباء هتقول ايه هتقول معلم عنديل ايه حرامي يا ده المصيبة السودة وصحابي العرب في الدول المجورة في الدول المجورة جنبي بياخدوا مني حاجات يا بنت الحربية يا خباليس في دومنيل وحيات امك وحيات امك يا ميرنة انت ونس ناس بتاعك في رأس ده لاجيبك من بلادي الموس الحمد للعسلام يا حاج الحمد للعسلام يا حاجة الحمد للعسلام يا حاجة الله يسلمك الله يسلمك يا حبيبتي جابنا على ملا وشينا نحن نلم الحاجة هتلاقيش يا حاجة المستاذ عامل حسابة على كل حاجة اه اه تعالي تعالي يا عبد الرحيم تعالي يا حبيبي بسم الله بسم الله ماشاء الله اللي مصلى على النبي الله صمعك الحمد للعسلام خلاه يسلمك يا خب ها قولنا كان داية اي دا ابوك يا حبيبي بيقول دا بيتنا الجديد حلو حاجة لك حلو قوي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله موسيقى موسيقى مالا كيابني عاد قدامي الفلوسية تمسرم بسيس خير موسيقى 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 هايس حدهم عالفلوس دي كلها وادنغمتها يبقش منه اللي يقولي يا كبير أخوكش علان أهباء في مصلحة زي دي يطلع له بكام شنبيدي عنا الجنغي مش كايبة لا يا خويا انت مش بران انت معانا شريك يعني الفلوس دي هندور بها نفسنا وهنفتح بها مشروعنا هنشغل الشباب فهمت؟ لا يا عام انا منيش اجول مصانع بتاعك ده ولا يال الاختراعات اللي انت عايش لي فيها دي ولا شباب بلانينة بعدين اعتبرلي ان الشباب يدين حق ناشف وبالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان مين هاوسكيبينج مين هاوسكيبينج يا فندم خدمة الغرف يعني اي زي يعني ازاي حضرتك كنت محتاج اي حاجة يا فندم لا متشكرين يعني متعكد ان حضرك مش محتاج اي حاجة يا عمي متشكرين الله يصلح حالك يا عمي الله يصلح حالك متشكرين متشكرين شكرا ايه ده ايه ده ايه قايا ، ايه ايه قولك عايزك تجمع للشباب كل الشباب وقد ابراهيم زيجو ويا سين اي وانا جاي لك الحمدلله عالسلامة ايه انت لسه فاكر يالا سلام فيه انت مال امك الفلوس دي راح لصاحب نصيبها واللي موجود هنا هندور بيه المشروع فهمت الفلوس دي هنودها فين اسمع شعلان عايزك تقضي هنا ترابط جنب الفلوس دي تحافظ عليها وتأمنها فهم تمان وديها بانك 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 ايه يا احمار انت كده هنتشام هيقولك بقى الفلوس دي جاي منين وراحها فين وبتاعت مين يا انهاري سويد مكنتش فهم كده الله ينور عليك يا كبير انا عمرك هتفهم حاجة متقلقش في دمي انت بس خليك رعد على الفلوس وانا ان شاء الله بالليل هسطرها بمعرفتي في مكان اماني ازاي فرخة دايخة يا حبيبي يا كبير ايه بحبك يا كبير اخ مش بصدق نفسي اموت ايه ده ايه اه اه ايه 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 اقولك عايزك تجمع لي الشباب كل الشباب الواضي إبراهيم زيجو ويا سيد ايه وانا جاي لك الحمد لله على السلامة ايه انت لسه فاكر يلا سلام ايه انت مال ايه يا جاهد حمد وانت مال امك الفلوس دي راح لصاحب نصيبها واللي موجود هنا هندور بيه المشروع فاهم تقول الفلوس دي هنودها فين اسمع عشعلان عايزك تقضي هنا ترابط جنب الفلوس دي تحافظ عليها وتأمنها فاهم تم نودها بنك بنك ايه يا حمار انت كده هنتشام هيقولك بقى الفلوس دي جاي منين وراحها فين وبتاعت مين يا نهاري سويد مكنتش فاهم كده الله ينور عليك يا كبير انا مهملك هتفهم بحاجة متقلقش في دمي انت بس اخليك رأي عن الفلوس والا ان شاء الله بيجي لها وسطرها بنعرفتي في مكان امان ازاي فرخة دايخة يا حبيبي يا كبير ايه بحبك يا كبير اه 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 اشتركوا في القناة 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 بتغلقني ان انا اتجاوزت القوزي في اي حاجة ترجعك 30 سنة وراها لان القوزي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعلم ماخي اشتركوا في القناة اشتركوا المعلمين. صباح الخير يا موسعيد. انا عمل لك بقى اكل. عايزك تدق وتستطعم وتقول لي رأيك ايه. ايه ده يا موسعيد. طبيخ عالصبت. اه. وماله. انا لسه باطل. اخصى عليك ما تقولش كده. ده انا سهرانة طول الليلة عمله لك بقى داية. عايزك بقى تدق وتقول لي طبيخي. ولا طبيخي الست المعاصم. ولا المرحومة اللي رحمها امو سناء. شوف مين اجدع. فيه يا اولي. بتنظري عليه بالظلطة. تمالك ومالك معاصم امو. فيه. ما تقولي يا اوليها بتجي دقرة على طول. الحلال. نعم. الحلال ياسوب المناني. الحلال اه. والمثل بيقول اخطف لبنتك وما تخطفش لبنك. اه افهم. عندك بنت عايزة اجوزهاك. لا بنت اسم الله على مقامك. مانا قدامك اهو. عايزة اسقق في بيت. وعمر غير. رأيك ايه يا سيد المعلمين. تيه بتسققمي على ايه بالظبط يا غير. اه. جا رأي يا معلم. ما تصحصح معايا كده. ما سقق مع الجواز. وبعدين ايه تفتكر ان انا رمية ولا مش لقيا رجالة. لا وحياتك دو بيترمو كده. بيترمو حوالي. بس انا انا مرمز اجاني دية. اه. احب اختار الراجل بنفسي. اه اه. وبعدين اه. لما يكون الراجل يشخطه ونطره. وراجل متى زي. اه اه. وبعدين الدهن في العتاق يا معلم. قلت ايه بقى. انا بقول ايه. طب ما انا جوزت قبل كده. وبعدين لا يلدك مؤمن من جوح للمرتين. اتدخم ثلاثة. اه اخسع عليك واعتقول كلمة. اصبع عليك انت. ايه. يعني انا كنت استفدت ايه قبل كده في الجوازتين اللي فاتوا. لا 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 يعني. ما هو سوابعك زي بعضيها. انا. انا غير. وبعدين هو مش هيبقى جواز وبس. هيبقى جواز. وبس نس. مش فهمها يعني ازاي. اقولك. ام. يعني القرشين اللي معايا. ع القرشين اللي معاك. نلخبطهم على بعض. ونعمل معرض. والمعرض يجيب معرض. قلت ايه بقى. اه. ايها بس انت ايه يعني اللي غير رأيك اه. طب ما انت كنت الاول بتقول لي انا بندرية. ما لجعوا بالحكومة. ومش عايزة بتحضرات. انت. انت وحياتك اللي غيرت رأي. انت يا سي السيد. انت يا رجل يا جديد. عشانك يا يا اخويا اعمل اي حاجة. وبعد من. بدى منت فيها. اذا انا فيها ولات فيها. قلت ايه بقى. وديت قلت فيها حاجة. ايه دولي يزير. فلوسك يا سنة. حقك. عشان جد عنتك ووقفتك جنبك. بتدفع لي تمن وقفت جنبك. هعمل بيهم ايه. ايه يا سنة. ده حقك. وحق كل الناس اللي معايا. من اكبر واحد لاصغر واحد. خد الفلوس اعملي بهم اي حاجة. اشتري بهم والمعرض ده. بدل الحوجة اللي يسوي اللي ما يسويش. هنعرف انك جدعة. هتعرف الدوار الشوكري. وفي يوم من الايام هنتسند عليك. شكرا يا زيزو. مش عايز الفلوس. شكرا يا سنة. اسمع الكلام. انا خلاص. ما بقاليش سكة. الدنيا بتقفل عليا. يمكن في يوم الايام لما يجرى لي حاجة. تبقي ظاهر الام. ودنيا. خذ عليك ما تقولش كده. بعد الشر. طب يا اخويا هو انت ايه اللي حوجت. يعني السكة دي ايه اللي حوجت ليها. هوجني كتير يا سنة. انا خرجت من السجن تاية. دنيا غير الدنيا. شارع غير الشارع. وناس غير الناس. وسط كل الطهة دي لمحت امل. وانت عارفاني. مايقسش. الامل ده مش فيه ولا فيكي. الامل في اللي جاي. العيال اللي اجمعها زي الارماظ. وميت بهدلة في الشارع عايمين الشمال. الناس الغلابة. واللي مش هيقها طريق. لان محدش حط رجليها على طريق. العيال اللي قدها تتلفه في حرير. ومعندهمش اي حاجة يعني لها غير الشخبطة. والطنطنة. والرسمة على الحطان. عشان كل اللي خايف على ولاده من بكرة. وبتسألني بحبك ليه. موسيقى موسيقى هيا يا فضلس الدكتور عبدالعليز ظهر في الشهر ايو انا لسه شانكو حالي تمام تعاليه جاهز نفسك بتعدلها العروسة كيف يا شباب زك عبي يا عزيزو اه يا عزيز عالي عروسة انت كنت فيه؟ اه ايه اللي كنت فيه؟ ايه ايه اللي كنت فيه؟ انت اضعب معلش انا هروح اقعد مع الشباب بس وانت ايه كنت فيه لكل ده ايه في الشغل عادي كان ضايع يعني عادي كان ضايع عادي كده نوالك ضايع؟ وانت مالك انت هتعمليه التحقيق روح عادي روح عادي دهش كلام فارغ بقولك ايه؟ ايه؟ الجاو ده ما بحبوش الراجل الغامد ده انا ما بحبوش ما بستحنوش ايه اللي الرجل الغامد؟ قدي بتسكو فيا ولا لا؟ بتسكو فيا ولا لا؟ بتسكو فيا ولا لا؟ لا اهو صح عارفة لو قلت غير كده كنت ازعل مني ايه ايه بشعب ده ما كنت مصدع معاكيش حدا للصدع ايه معايا ايه ايه اعملت ايه من الحق بموضوع النوها وده ايه اللي هو ما قلنا ماليسيا وصيني والنوها و الو سر الصنع وكلم ده كل حاجة موجودة عند الارتلات ممكن تشوفها زي ما انت عايزت ميكب بو الله محطرة بودت طب خلاص انا جايزت بقى سفارية لنا جايزت؟ اه بالنسبة لصيغة الجامعة الكهير يعني المناسبة واستفى يعني ايه؟ ايه؟ ايه هاي مناسبة؟ ايه؟ انشتغلي معايا وبعدين؟ المترجينة بتاعت اللي الصفقة هي ايه? بترجل يعني. اخليكي بقى تاكل ايش بقى موردن لا. اللف لفة كده في شرق اسيا جيل روح بقى ماليسيا بروح تصني شوف الناس لي بشتغل ازاي. وانت تترجمي للكلام لان انا بقى ماليسيا. انا مش هقدر يسافر معك على العديد. لا هتسافر. انت خلاص موظفة عندي. يعني زي مديرة اعمال. مش خلاص. لا متى هتمشمشي يلا قوم اجهزي. لا لا يلا يلا خلاصي اقوم اجهزي. ايه هتسافر دلوقتي? يلا بقى. يلا. 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 خليك يا رجل اعمال كده. يلا بقى. ماشي ماشي بقى. انا بقولك ايه? ببيع بزيزي. انت وف تعمل ايه? ببيع التناجة ازاي بنت قلتنا عليها هدية المخدصة الكهربائية دي. انا قلتنا عليها هدية. بقى ليست قلت ايه? انت بحط الحاجات دي هايلي. هات لحاجة للصدع هتعرف؟ طب اقوله حاجة kalau الصدع واللي هو التابج جوب الانفية. قلله حاجة للصدع والتابج جوب الانفية يلا. ما تغيبش. هو هتقول له كده. قل له كده هو هيعرف. طب اده ابو كده اجيب حاجة ليانا كبير. عايز تجيب ايه. عايز اجيب ده وقحة. لا ده وقحة بالذات ما تجيبوش. وقاتلي فاتورة. يلا يلا. تعال يا شباب. خير يا استاذ عب عزيز. انا بأمر الله قررت ابدأ. انا بأمر الله نسافر سفرية كده الاسياء. اه. ويمكن اطلع على خليج وانا راجع. تروح وترجع بالسلامة استاذ عبدالعزيز. رب انا خليت يا الله. ما عايزكوا تبدأوا في المشروع شرحت التكييف. وتجربوا الفكر بتاع التابلت ده. واي حاجة فاتنخوا زي ما اتفهل. حصل رايز. حصل رايز. يلا ان شاء الله ربنا يا كريمنا. بقول لك ايه. بقول لك تعال. دلوقتي انا. هتحرق دلوقتي واخد بالك. اخلع انا. اروح اشوف دلوقتي شعر يسمي ده. شباب. وبعدنا نتابل انت في الورش بالنين. عشان اقول لك تعمل في موضوع السفر يعني وكده. ماشي. ماشي. خلي بالك. خلي بالك. خلي بالك. خلي بالك. ماشي. شباب. ماشي. شكرا جزيلا 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 ايه يا راجل اتصلت بيك تليفوناتك كلها مقفولة سألت عليك في الشارع فقالوا انك هنا تتعد هنا برضو وده مقامك يا عبدالعزيز اصلا انا راجل محاد بشانسة اصلي والمكان ده عزيز علي بيفكرني بكل الحبايب اللي راحهم الله يرحمهم يا سيدي ولو انهم مهما كانوا يعني ما يغلوش علي خلاهم عندك حق انا كده متطمن عليهم بس كليهم دين في القبدي كلامك مش عاجبني خطر خطر علي ولا عليك انا عمري ما يبقى فيه خطر علي انا عايز مصلحتك وخايف عليك اه انت جاي تخوفني وانا خلاص ما بقيتش اخاف قلبي مات مع اللي ماته ده كلام كبير قوي يا ابني وعاقبه وخيمة لكن واجب عليك كبير انه يحتضن الصغير ويفهمه غلطه ولما انت عارف كده انك رجل كبير ومحترم ما تبعد عنه احسنلك بدل ما تتهزأ الله 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 ده إذا كان على الرحمة والنور بقى يبقى تروح تشوف ثبت شريك وتشتري 3 كيلو بردقان وتطلع بهم على طربته وما تنساش بقى تجيب له شيخ يقري له الفلوس ترجع لي وإلا حسجنك للأبد مش هتقدر إنك لو دخلتني السجنة هتبقى جنبي مش عرف أبو زوم النمرة أول ما قلتلكش مش الورق اللي معاك مزور أحسن لك بقى إنساني خالص أبعد عن طريق أنت والكلب اللي باعك أنا حديلك فرصة لبكرة الصبح إن الفلوس ما جاتش حتشوف الوش التالي يا عبد العزيز هو عبد العزيز ايه طبعا شغل امال ايه يعني وبعدين تنسيت ان انا بس كشغل كله دلوقتي ماشي يا ستي بقولك ايه اول ما توصل يتكلميني وطمينيني عليك فهمه فهمه وعلى كل شوية كلميني تتمنيني عليك كل شوية كلميني تتمنيني عليك يا حاضر لا اله لله سيدنا محمد رسول الله باي باي اخد بالك والنفس حاضر المترجم الدكتور الادر طالتا بالله العظيم انا كنت ااخد الفلوس قامل عبد العزيز بس عشان اجيبها لك انا كنت اعزى يسميت لك بس ان عبد العزيز ده خاين وما عادش يصد فيه اقعودة كمان آه آه عودة أنا بنت بعمل له خية أه الله كذاب وعودة كلب مردش علي وهو عارف من العملية لحسابنا انت طويق عودة تحت إدراعك ولعبتها لحسابك ومن قمت انت بتدي قرارات من غير ما ترجع لي وفي ايه؟ في عملية كبيرة زيدي أعطيك حقاً بسرط العمر رجلك وعمري ما خنت خاين خنت العهد وخنت الأمانة وخنت نفسك اللي عملت ده هو الخيانة بعنها تلوقتي عبدالعزيز بالنسبة لي أوفى منك لا طبعا دكتور ديني فرصة تانية ديني فرصة تانية أكفر عن ذنوبي فبا خدان ما تحت رجلي تلت بالله العظيم فبا خدان لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خجي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فالفل لا دكتور لا دكتور لا لا لاحق 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 icus المترجم للقناة 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 تحسنتي تقولوا الدئات أنا عايزهم معاي خدوا هاك يا عاد عملوا في كاين يا نهار اسوي ليه كده يا جدعان حرام الله يا باشا مموت انت فكوه يا جرعان معاك مش كده? معلش يا صاحب شلوه حطوه في العربية معاهم يلا يا جمخ معاهم تجيبني الورق والفلوس يا مهاريس هوي الورق السليم يا جمخ بسك ايه؟ بس اللي بتقولي بس مين اللي عمل فيك كده؟ انا اللي عملت في نفسي كده يا ماري يعني ايه مش فهم؟ هي دي الحقيقة احلم خديتني الدنيا وهي الدنيا اللي احنا عايشنا احنا عمري بوما الكتب المفكار العبارات والشعارات الولانة دخلت برجلي جوا وعلا مكانش موجود ورف خيال انا الوحدي كتب مجرد كتب مهبرا على ورق مهبرا على ورق التضحل ان القانون الغابه هو اللي مسيطر و اللي ماشي بها هو اللي كاسبان الناس بتاكن في بعضها زي السمك الظهر اني كنت عايش زي الجعال اللي بيحلم بسوء العيش منا يا ما نصحتك يا ما قلتلك انتبه لبيتك وابنك قاعدت تقولي الصورة والصوار اللي عمل فيها كده عمرهم ما كانوا من الصورة ولا امنوا بيها ولا كانوا من الصورة باعوا الصورة والصورة في اول مكسب قبلهم تجربة الدين وتجربة الوطنية والمبادل سوق سوق والاخلاق فيه بادل البيع انت عندك حق يا مريم انا من المعرضة كفرت بالافكار دي انا هعيش زي غيري ما هو عايش مقلباتي ومهلباتي وفهلوي طالما سوق الفهلوي هو اللي ماشي والكتب اللي انت شايفاها دي واللي عايش تسنينه عمر ما قاق عيني فيها وبقول بكرة الافكار اللي فيها هتتحقق هبيحة بالكيلة لان ما بقتش واثق ان حتى اللي أقلفوها وكتبوها بيعملوا الافكار اللي زيها اوه اوه يا بلد كيفين ليه لما انت كالهانة فاخسرت اللي مات ضموا راه خاضر اوه 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 أوه هي وطب على الورق وحلمت فيك على الورق والعلم فيك على الورق هدعني فيك سوط الورق ومسافرتي فيك على الورق اتجاوز لو يخشي نستفيحل الكلام ده اهو ده اللي حصل يا مصنعه الولية حربوقة فضلت تتحنجله في الروحة والجاية لحد ما خدها في ايده وراح للمأزول ودلوقتي بيكتبوا الكتاب يا حرابي رجاء ما يخشي مالهاش امان مستطيعلم تبنين يا معاصم الوات جعورة الله يباركب اتصل بيا وبلغني اصله خد اللي يشك في نظره عطية والجدع اللي شغال في المعرض عند سناء وراحوا يشهدوا على العقل شفتي شفتي الرجل وقلت اصله واجل الخاين تود عليه العشرة ربنا يسوقك يا سناء يا رب بتشوفيني صرفة مع ابوكي والنبين يا اختي بتعملك نفسك كده مفيش حد يسأل يا معاصم ربنا يا رب على المفتار يا رب يا ملت باختك يا كريمة يا ملت باختك يا كريمة عاجة تانية يا فنم عاجة تانية يا فنم طيب طبيعي يا حاجة تطلق طبيعي طبيعي شفتي بيها كويس اه الحمد لله طيب عالبرك 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 نديك حاجة ليساة عندي حاجة عشاب كويس يا ري ماشي طبيعي اه ماشي شفتي بيها لا لا خاص اي زي الفول بتاخد مجسين ثلاث مرات في اليوم ماشي عريق ولا لا لا مفيش مشكلة خاص في اي وقت طالي ماشي ماشي طالي ماشي طالي ماشي حاجة طالة مواطنة كامل كامل حسن عم التشبع ماشي مواطنة حاجة طالة شبع عليك ده بقى مسعيد انت احلى حد حصلتك في حياتك انا حايف اني تصني في هناك وجوزت اللي اللي قابلك هاه Arthur ياهيher شرشوبي ��로 عأن手 تقوفي لي يسمعا ياخوة RV اختراف اخترافت اسمك شر شو بي اقول لك ايه يا شر شر ولا يا اعوبي ايه اليون الخاص انا اسمع عن فدية نديس يا عمر انا بيت اللي جنني اسمد الكتاب امه سايني بين سماها نهاد المعلمة نهاد ودي فيها ايه بقى؟ وردي الناس يااخوية ما احول نذرا ماذا هيا مين دي اللي معنمه يا شرشابي وممع اعتهلي علي المكتبك انت خدت خدت يا رجلي على كبر وما ازه كحشت باعفش كده اخردها بترهي عمرق متشكل اسمكneckين السوال الشارع مين دي ياسي عمر انا وليه يا حاجب ده انا هوررك الي عمرك ما شوفك ده انا هوررك ده انا هوررك بس يا بيت بس انت بس او يا رسك بس درسك يا مالك تتركي تشمشي بكده عمان وينك عندك تتكلم يا خطفت الرجالك اوه يا بيت تتكلم يا رسك انا مش هتكلم كريمة او مرها ولا هيا خدي يا حق ايه كريمة انت طالب بتتلك المنبي ياولي يا سبينها يا رجعة بتطلقني ايه بتطلقني يا شرشابي عشان بوث الاخصي دي بس ياولي يا ما تعملش فيها يا مانا رسك طلع برا برا خلاص يا معلم ما تحوش ايدعك على خدك كده وقعدت وان وينك فداك يا معلم كل حاجة فدايا ايه فدايا ايه طيب شفاهم حنايا فدايا ايه هتبر غلطة اللي انت اه انا في حياتي بانا راح اتجوز حتى ابنتة صغيرة قد ولادي دا كلام قاله ايه قلت النفسي الدنيا هترجع بي كل غراء ومراها ما هتطلع لقدامي ايالا صغير هترجعك تاني شباب طلع كله كلام كده قلت فلوسي هتخليني اامل كل حاجة واعمل كل حاجة برضو طلع كده مش الفلوس اللي بتعمل كل حاجة ياه فلوسي ايه دا اللي انا فيه دا كله ما كانش اصلي لا شافع كان تايواني وفضلت ماشي ماشي كلام مامشي اه كلام مامشي اه هلا الدنيا بتاخدني في مشاوير تهبدني تهبدني وترزعني في الارض سبعين ثمانين رزعة لما جدتي تهدت قلت عشان ايه عشان حت البت صغيرها ينهر السفل الميل واللي يغيزك ان انا عارف عارف ان انا جايب نمر صغير نمر شكله جميل كده ان انا جايب صغير عالت ارق فيه وتخانه وكبره وأجله واول ما اطلع له ضوافر غير ازعى فيه انا شفت اللي حصلين بص امعلم درس وعلمك ويدك في ايدي بقى نشتغل من الاول وجديد ونرجع المعلم انديل الكنج بتاع السوق كله وبلاش بقى المهياصة الفرغة اللي انت عايز بقى دية مهياصة ايه بس انا كل ده ما فهمش اللي انا قلت له كله تقول لي مهياصة انت بتفهمش هتفضل طول عمرك تشت كده حقك عليها معلم اتزعلش مني مستمرد انت مش غلطة الحقيقة ايه وجد هقول لي بيعمل النسوان انتجارته واخسارته لا 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 النقطة ده كفاية بقى وكده كفاية لغاية كده راحشوف شغلي وقف على رجلي من جديد وانسى ما ده النسوان ده والله يا شفر والله لو حرية نزلت من الجنة مش عياسك سمعت اللي قلت لك عليه؟ يعني ايه معلمة ايه هو اللي يعني ايه؟ بتكلم عربي ولا لو اندي؟ يعني شططنا يا رحمك ما عنديش ليك شغل روح طب انا عملت ايه معلمة يعني ليه اعطى العش ده؟ يا سلام يا اخويا من غير ما تعمل بس انا ما بشغلش عندي جواسيس روح للي زرعينك واشتكي لهم همك وبقوريني هيعملوا لك هاي؟ صفي حسابك ومش عايزة اشوف وشك هنا تاني كده؟ ماشي يا معلمة؟ ايه واللي ماشي يا واد انت بتكذلي على سنانك؟ قللي فاضلي تكمل حسابك واضخل من هنا ما شوفش وشك تاني خمسوميل جنيه؟ عالجازمة عالجازمة وما شوفش وش أهلك تاني ماشي غوة يا ايها انت يا مراصم كلب عندك ربنا المفتري عديت ست سنة مش هيخلص هالحاصل تاني يا ابوها خالص خالص يا وادك رشوية ابوكي من؟ ابوكي طلعني رمع علي اليمين تاني يا كريمة تاني اه اعمل فيك ايه يا شرشابي بس يا ربي معلش يا حبيبتي معلش هطلعلك روح امه موسيقى الورق ستهايت تاني يا باشا؟ حبايب كده؟ حبايب يا شعلان بس لو طلع بقى الورق والملفات دي شمال ولا طلع في نسختنا مع عبد العزيز مش هنبقى حبايب مش ساعتها حجيبك لو كدت على ظهر الأمر مش ساعتها بقى؟ يا باشا ربانا ما اجيب ساعت دي ابدا الحمد لله انا صدر على عدك هدا فضله عنك روح انتهاش علان خلي بلق من نفسك يا ابني ما تخليشي فلوس تنسيك الاخلاق والمبادئ انا انا باشا يلا تقع الله اشوف مصلحتك تقع الله ساعتihin تقع الله انتهجه انا وologies أولي بجد طحفة أصلا بديك يا حنونة يا حبيبتي قامهم اللي أحبب بالنسي صحابه أنا بقى فين هديتي؟ يا النهار يسود على الموقف المحرج يا سليم ليه بقى محرج؟ بص يا نادة بصراحة أنا كان ما يحبت فين صغيرة قبل يا دوب جبت حاجات ليه أنا ومجدة؟ بس بص أولك حاجة المرة الجاي هجيب لك حاجات تتعب هيا لسا فيها مرة جاية؟ ايو في مرة جاية يا رايحة خلاص أنا مش عايزة حاجة أنا أصلا حظي وحش اقص عليك يا حنونة خلاص خودي حاجتي ايه ده ايه ده هتش حاجة عليها ولا ايه؟ عنك مخطيها تفيل ايه؟ عشان تعرف ان انت هابلة عبيطة بتتقمسي بسرعة وانا من قمت نستك يا نادة هدايتك يا روحي موجودة انا اصلا عرف ان انت بتشتغليني ملاي يا شيخة شطرة قوي ايه ده ايه ده؟ ايه الحاجات اللي انت جايبها متدلعة دي يا كاتكوتة؟ من امت بتلبيسي الحاجات دي؟ يا رب انا نيبس تبطل تحطي مناخيرها في كل حاجة؟ حشارية بطريقة ايه ده علانة الكلام ده ولا ايه؟ طب سين اتبسطت في الوحلة ولا لا؟ جيم اتبسطت عاوي؟ سين تاني المزق النطيف معاكي؟ ده ارفض هذي الانوع من الاسئلة اللي ده وعيد خجل يعني لا املتيش دعوعي سوفعملت ايه في الوحلة ما عبدالعزيز؟ اه يا اختي عبدالعزيز؟ عبدالعزيز؟ دقطي يا بباني قدما لقبلتوا في حيانتي حنين قوي يا مكدا يا ستي على الحنين قوي ده؟ حكيلي بقى كنت بتعملوا ايه طول النهار؟ واختك فين بالزبط؟ يعني كان بفسحك فين بيواختك فين؟ اما كنا الصراحة اللي وايه قولنا بالزبط؟ استاني بس يا نادة انا عايزة فعمار كان بيحفل بكنا يا بناتي هدو يا بناتها اقول لكم بطلوا استانوا انا عايزة عارفة طب بصيتم ايوم؟ ازي يعني يا جمال؟ ايه يعني حاول يبوزك اقولنا ولا يبوزك اقولنا ولا يبوزك اتبو هلله شمال فوق ترجع ما خليه لك رحت الاكل حلوة اوية يا تيتي هتاكل سابعك ورادي بابا 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 وحشني 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 يا كلب أعلا سلامتك يا حبيبي يا حبيبي الله علي سلامتك والله ما حسيني الشريعة دولي يا أم انت كمان ما حسيني ياهو يا جماعة يا حبيبي معقول يا أم سابق البلد كله قاعدة في المطبخ وده مطبخ دي شقة يربح فيها الخير يا حبيبي مش كنت اقتلنا شقة دبلوكس كده على قبل إيه؟ دبلوكس بس يا عفليم فيش فايدة فيك يا أما والله إيه ما قولك إيه روحوا يربضوما كباعد بالما جهز لك الأكل طيب أنت بتطبوحه بنفسك ليه؟ ما الخليم ده بيعمل يا أهما؟ خليم بلا أعرف بيطبوح زي أمك برضو يا حبيبي يلا، روح غير ماشي وأنت أعمل يا حبيبي الحمد لله عشتيني قوي وأنت كمان أبسوك في البيت الجديد؟ آه دي سيزة كل النوم كل النهار والليل أعرف الجنينة بطيرها لكل قوة وأنت بطير عرف الجنينة؟ آه طب أجيب بوسك خد أفا واحد اثنين يلا آه خد ده كمان شكرا المستندات اللي في إيدك دي بتثبت إن عبد العزيز لسه عنده قضايا ما تقفلتش وإن هو جزء من الدولة العميقة والسديهات دي صوت وصورة بتثبت إن هو تاج السلاح يعني خطر على الأمن القومي وحضرتك ليه مقدمتش بلاغ بقى للنقب العام بالمستندات دي مدم حريص قوي كده على الأمن القومي أنا حبيت إنها تيجي منك يا سادة اللوة مش إنت جهة مسؤولة أو إلا إيه أنا السلطة تنفيذية دكتور وحضرتك السيد العارفين إلا إذا بقى كنت متغرد مع عبد العزيز في حاجة كده أو إلا كده وعايز إتيجي مني وليه ما تقولش إن أنا عايز إن إنت تبقى من رجالتنا وتبقى حريص نفس حرصنا على أمن الوطن عشان كده بديك ملف القضية دي علشان تزكيك وتعمل لك صوت يمكن في يوم من الأيام تمسك الوزارة ومش بعيد اليوم ده يبقى قريب أو بعيد المهم كسب الزقة على أمن دكتور صد تماماً إن هعمل كل مجهودي في مراجعة المساندات دي وهعمل اللازم لأن ده من صميم شغلين طيب قل السديهات دي ملاش أي إيه معاني طالباً مفيش إذن من نيابة بسيطة نجيب لك إذن من النيابة المرة الجاية بقى أنا أخذك معاً لما يكون مسافر عليها برحيل ليه؟ عشان تتفرج تشوف الناس بتشتغل إزاي؟ هم؟ ما ده اللي ونتققك كده أماليopard consuming المرة生فر عن عبيب الاني تأكل على فكرة وزنك زاد خلي بالك كأعيز جسمك يبقى رياضي حاضر يا الله حاضر لا تلكUna حاضر ولا تكلتش كتير لا تكلتش هلويات كتير لا تكلتش عليك كتير لا لا تكلتش شيكولاتات كتير طب والله ما اناقول ونتاعرف طلب يا عبر أرحيم هم؟ نفسي تطلعالى البيت cena من العلم اللي هم مخترعين دول ده خليها على الله خليها على الله? يا ابني انا بكلمك بصلي وانا بكلمك أصبر يا عم فاتح الفيسبابك الله فاتح ايه؟ الفيسبابك وبتعمل ايه على الهباب ده؟ بكلم بنات اصحابك بنات اصحابك؟ اه ده ليك اصحاب بنات ياه؟ ايه وزيماك ليه ينهاري سويد حي عواطف بولي فيصحاب بنات او 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 نعمل فيه ايه ده؟ لا ده انا انا موتك الوان بص يا أمه لا بص يا حبيبي بعد الشر يا حبيبي ايه ما بصلي انت عبادة انت تعب نفسك كده ليه يا شيخة؟ تعب ايه ولا تعب ولا حاجة؟ انا عايز اسألك سؤال بقى دلوقتي اقول يا حبيبي انا جاي بكنا عشان ترتاح او لا؟ اه طبعا عشان ارتاح كل الناس اللي شغالين تحتيه دول ما بيشتغلوش ليه؟ بيشتغلوا يا حبيبي بس انا مقدرش اعود كده مش متعود على كده او او بس طول ما انت مبسوط هو عبد الرحيم الصغير مبسوط تتحت مبسوطة ربنا خليك ليه ناسدتك كله الله ربنا خليك الله يرحمك يا عبد الرحيم كان نفسي تعيش وشوفك بالنجاح لكله لا يرحمك مات وهو شقيان يا رأي يا امه مالك قلبتها كده مسلسلات ليه؟ ولا مسلسلات يا حبيبي ايه كلام الناس الكبار ده؟ حانا خد زمنا وزمنا غيرنا ده انت زغننا؟ ايه طوفة؟ ده انت عيالة؟ يا راه تسيقا هاد يلا يلا على باب اوه يلا على باب اوه يلا على باب سيبي الهباب يا شعلان هي يا زفت انت فين يا ابني غد صانع عمال اكلمك التليفون مقفول مقفول يا شعلان يا شعلان خط قطع يا شعلان يا شعلان رقم جديد ايه يا ابني؟ ايه؟ في المعرض؟ طيب طيب انا جايلك حالا في ايه يا عبدالعزيز؟ لا ما تقليش يا ما خير ما فيش شفت يا ستة اقار فيسبوك قطع يا ستة انا بس يعني ايه يعد بالمطار عادي كده؟ ما فيش تركب وصول؟ يطلع امر بالعبد عليه فورا ايه يعد بالمطار عادي كده؟ ايه يعد بالمطار؟ ايه يعد بالمطار بكام بالكل حيطة ومحدش عارف يعمل حاجة ايه يعد بالمطار حاجة ازاي دا يحصل يا عمي وانتوا موجودين؟ احنا يا ابني جينا بعد اللي حصل لكن على الامم الحوجة بلين انت بس مين اللي عملك ده؟ وهن عليك التلاج بالتلاتة من الجاش برجاله ولنستهل نكون اعمامك اننا جيبناها متعلق من عرجوبه فوق باب المعرض دي لمه الكركيب دي ولمه الخردة دي ورموها خد علي ايه دي يا ولد؟ الشنطة دي فيها فلوس عايزك توضب المعرض وترجعه زي مكان واحسن الرجالة بتاعتنا تنتشر في الشارع على معرضهم والمعرض الجديدة اللي اشتريتها عايزكو تحمل المكان وتصحب طم خلي بالكم ما تجلقش طم سلام يا ولد والله يا رجالة عبدوا وانت المعرض دي وانت المعرض دي وانت المعرض دي وانت المعرض وانت المعرض والمعرض دي حاجة بتاعنا برضو دي في بعضا عايزك دي هذا فرد دا عافلوا عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في久 دا اللا يا 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 وانت المعرض دي خير الله ما اجعله خير يا رب الصورة يا رب خير سيب اللي في ايدك وتعلي معي دلوقتي حالا خير يا معاصم هنوقف شارع عبدالعزيز على رجلي ولو طلعت سدادة حبستك وبشبشك اخر بشبشة لا مادم فيها بشبشة خدامت رب رجليكي تعالي يعني بس اصفل العمر وجيلت بسرعة حاضر ان ما وريتك يا شرشابي انت والحربوقة بتعبك يلا بينا يلا يعني شعلان خاني يا يد خاني انا سلمني بعد ما مدت له ايدي الاجابة عندك انت اصحة انا التجربة اثبتتلي ان انت اللي صحة وانا غلط انا من هنا مرايح هقول نعم وحاضر من غير مقاوح او هجادل لا لا يا صاحبي لا انا مش عايز كده ما فيش فينا حد ملاك تقول لي صح لما بقى صحة وغلط لما بقى غلط عايزك ترجع يدك عزمان اللي مفيش اي حاجة ممكن تكسره انت فاني باز يكونش على نعمل كده عشان منخزن من العزام اللي كنت فيه دوره اللي باقي عالي كان معايا في الميدان قايم قايم اسميني رقمات تسعة وخطة كبات الشايك ومنصصها مع بعض انا لنفسي في القيخة بتعزمي اليدان بس بس بقى ما تلاش حمار بقى مش هيحصل تاني يا قد طول ما انا موجود مش هيحصل تاني عايزك تقوم توقف على رجليك تنزل الشغل وتفتح المرض توقف على رجليك محدش عارف بكرة فيه ايه بس شادر محاسس انك كسحت هتو عزمين كده دوريش حمار بقى كانوك هلق تموت بس بس حقك عندي يا صاحبي حقك عندي نحن نشاهدك حمار بقى نحن نشاهدك نحن نشاهدك نحن 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 كل الضربة هتلقى في صدري شيل فلوسك يا شعلاني فلوسك رحيتها وحشة يا مهاري سكت ايه في حلو ده بحجوب بقولك هنعدى خط الفقر وهنطلع لفوق وبعدين يا عم ما تفكرش في نفسك فكر في بناتك يا بصارة يا عم ملكش دعوة بناتك ملكش دعوة بناتك انا طول منا عايش وعمر وهيك له لقم حرام الله ومين هلك اللي فلوسنا حرام ممكن شقيان فيها وطعبان فيها شاك ليه بيتعرق دهب اه بعرق دهب بعرق زكاء بعرق فهلاوة وبعدين يا عم الحكمة ربنا هتدخل فيها ربنا انت بالذات ملكش دعوة بكلمة ربنا دي خالص ليه كفر اعوذ بالله انا مش بكفرك اللي يحاسب العباد رب العباد هو اللي عارف كل واحد في السر والعلن طب الحمد لله مش انت اللي تحسبني ربنا اول هحسبني انا مش بحسبك انا مش بحسبك انا مش بحسبك انت لك طريق وانا وبنات لنا طريق تاني انا ده اخر ده الخير كنت عايز اعمل لكم خير انت بتسمي ده خير اه ربنا يكفيك شرب نفسك ربنا يهديك 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 يا شعلا شوف طريقك بشوقك يا محبوب يا خوي بشوقك يا محبوب يا خوي يا رب ما كانش بيهدي حاجة عامله يعني عايزن كنت اعمل ايه اساويهم يخلصوا على اياد وبعد كده اتدوروا عليك ما تقول عليك يا عم ما تقول عليك يا عم انت انا عملت كده عشان خوفي عليك وعشان عشو الملح ايه ده بتعمل يا صاحب عايز نبن المنارة يا صاحب خفت خفت على عمرك يا شعلان اخسارة طمعك في الدنيا خلك نسيت كل حاجة عشو الملح يا جدعانة والرجل اللي مات وحلفتنا ناخد بطاره ومسيتنا انا فانا اللي حطيت روحه على كفة عشان اللي زيك يعرف يعيش انت خاين يا شعلان بس ما تخافش مش عموتك لاني ما خونش العشو الملح زيك اطلع برا انا مش خاين وعمر ما كنت خاين بعد ما مشونا وراك وشوفنا الملايين وشملنا رحيتها واجهة بص فجأة مالقيش في جيبي ولا كنيه وبعدين اقولي لو خلصوا عليك ولمون انا في السجن اعمل ايه هو ده اللي كنت عايز اسمعه منك الفلوس ما بتفكرش اغرف الفلوس انت قناني طماعا بس انا اللي ما كنتشو اخد بالي اعايز فلوس هون فلوس يا شعلان ايه شمع فينا من النهاردة انا من طريق وانت من طريق اطلع برا اطلع برا ما كانتش بيلي حاجة عامله يعني عايز نكو تعمل ايه بس اوهم يخلصوا على اياد وبعد كده اتدوروا عليك بس ما تقول عليها ليه ما تقول عليها يا عم انت انا عملت كده عشان خوف عليك وعشان عشو الملح ايه ده بتعمل ايه يا صاحبي عايز ندر من النهار يا صاحبي خفت خفت على عمرك يا شعلان مخسرة طمعك في الدنيا خلاك نسيت كل حاجة لاشو الملح والجدعانة والرجل اللي مات وحلفنا ناخد بطاره ونسيتنا انا فانا اللي حطيت روحه على كفة عشان اللي زيك يعرف يعيش انت خاين يا شعلان بس ما تخافش مش عموتك لاني ما خونش العشو الملح ازيك اطلع برا انا مش خاين وعمر ما كنت خاين بعد ما مشونا وراك وشوفنا الملايين وشملنا رحيتها فاجة بصي فاجة ما لقيش في جيبي ولا كنيه وبعدين اقولي لو خلصوا عليك ولمون انا في السجن اعمل ايه فهو ده اللي كنت عايز اسمعه منك الفلوس ما بتفكرش غير في الفلوس انت قناني طمعا بس انا اللي ما كنتش واخد بالي عايز فلوس هون فلوس يا شعلان اش با حميران من النهاردة انا من طريق وانت من طريق اطلع برا اطلع برا في اه في ايه في ايه زه college اخير لانولمتعان أخير يا رب يا ساتертв يا هوي يغسنان اتر يا رب في ايه عبد الفلوس معانا قبل ضبط الاحضل العب عزيزي وفاك مش موجود خارك فتش الضل ليه حرد الزبط؟ وفيني بالزبط عامل ليه؟ ابني مظلوم مظلوم؟ انت مش عارفة اللي ابنك تاجر سلاح؟ ها؟ تاجر سلاح؟ واعني انت مش عارفة؟ بلا يا هوي تاجر سلاح ايبها يا عبدالعزيز ايو يا ام عايزينينا؟ البوليس عندنا هنا يا ابني وبينوا عليك تاجر سلاح تعال بسرعة يا ابني يا ام عهدي ما تخفيش ما تقلقيش ان شاء الله موضوعه بسيطان انا هتصرف اياك تقولي لأي حد خصوصا حنين فاهمة؟ سلام كنت متأكد انا هلاقيك هم زهتر؟ زهتر مين؟ انا مامير قساءة منصور من بحث امن الوطني موسيقى يا عزيز انت عارف انا بيحبك قد ايه و بيستجدعك قد ايه عشان انت يا رجل ابن بلد ابن بلد ابن بلد عشان كده عايزين تحبسوني مولاد البلد بقوا هم الحطة الميلة اليومين دول الركوب اللي اي حد معدي بيركب عليها يوصل اللي هو عايزه بعد كده يتضحك علينا بكلمتين ابن بلد ما انت عارف القانون اعمى اعمى يعني مايفرقش بين غني وفقير بين باشا واحد على بابا الله انا خدت حقي وحق الناس اللي معايا ما تأخذنيش يا عب عزيز انت برضه مشيت ولعبت مع الناس دول ملعون اعمى دول على دول دي خنائقة عامي خنائقة واحنا مناش فيها وانا لما دخلت الخنائقة كنت عايزة اجيب حقي وحق الناس اللي بتعض في الاسفل انا عارف انك بطل يا عب عزيز مش عايزة بقى بطل ولا نيلة نعايزين نعيش نعيش نبني المصنع ونحقق احلام الناس الناس اللي متعلقها في رقابتي ما تستعجلش كله بقوانه السدهات اللي معايا معلاش غرصودك انت بس لكن بتكلمين ولا مين بيكلمك مش باين خالص هم اللي عبوها صح يا عب عزيز وانت بس اللي متصدر في الوش عشان كده انا عايزة نصحك بالشكل اخوي انت استلم ناستك واستلمي الفلوس اللي معاك اه وبالتقارير انا كنت بكتبها هتبقى معاك وهتنفعك في القضية بصراحة يعني يا عب عزيز انا انا مستعي باصلا ان انا اجي بالبوكس و وشدك على الاسم عشان كده عاوز اتيجي منك انت استلم ناستك يا عب عزيز احسن لك صدقني احسن لك اوعدنا انك هتعمل كده تفاكرني خايف انا مش خايف انا مبقيتش اخاف خلاص ما عنديش حاج يخاف عليها ما عنديش حاج غير الناس الناس دي يا بيه الناس اللي قاعدوا يحلموا يحلموا البكرة وبالشغل وبالمصد يروحوا فين يروحوا فين يا بيه اسمع كلام يا عب عزيز سلم نفسك احسن لك وسلم الفلوس اوعدني اوعدني انك هتعمل كده اوعدني يا عب عزيز اوعدني اوعدني اوعدك اوعدك بس في حده لازم اعملها قبل ما مشي التنسى احسنت هذه موقعت تاخد كل الشباب وتروح على ورشة ابوه سلام ايه بي مين حبيبتي انا زعتر يا اياد حتى همك بعدين زعتر زعتر مين اه اسامة قصدي اسامة مين صلي عالنبي اسامة صلي عالنبي ايو انا يلا اتفضل يلا مين همك بعدين يا اياد ويه اللي بيحصل بي انا عايش في فيلم هندي ايوه حبيبتي لا 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 انا اصلي كمان بكلمه ما بيردش علي كان ايه اللي انه هو حيصعر في الورشة عنده شوية شغل رب انا يسطر عليك يا ابا ده انا مليش غيرك تتا اه بابا فين بابا في الشغل يا حبيبتي طب هو جاي البيت النهاردة ما عرفش يمكن نيجي بكرة طب انت بتحياتي ليه لا أبا ثاني يا حبيبي مفيش حياتي مفيش حياتي مفيش حياتي يا ضنعي طب انا خايف لحسن بابا يسافل سويسة تاني ويسابني انت بتحياتي متخافش متخافش يا عميلة متخافش طول مالا معاك متخافش متخافش اه بدا يا عميلة متخافش اسمعوا يا شباب المشروع ده مشروعكم انتم مش مشروع لكم انا مسافر سفرية كده يمكن تطول شوية يعني عشان كده جمعتكم النهاردة اسلمكم كل حاجة انا تعيبت كتير قوي تعيبت عشان حقق احلامكم وعشان حقق حلمي فيكم ودلوقتي جوا قتكم بقى لازم تتعبوا بجد وتعرقوا بجد وتدفعوا عن المشروع ده بدا المهم نفيش نجاح من غير شقة بات التفاصيل مع ايادا يعني ايه؟ اشتغل من اخر حضرتك ازاي يعني؟ مفيش حاجة بتوقف على حد يا ابراهيم اي المكان حضرتك بتتكلم كده ليه اسود عبدالعزيز كأنك يعني بعد الشر مسافر واش راجع تاني خالص واحنا في حاجة حصلت من انا سمح الله دائتك نتخبش يا ابسي انتو عايزين ايه تاني من راجل؟ الفلوس هو الداكن والارض هو الداكن واحط رجلال على اول الطريق واحنا كنا نحلم طب ونعمل هم من تدعيله ايه يا حسان يا سلام عليك انت ما بتشوفش غير مصلحتك يا اخي حرام عليك ايوه يا اخي طوله عبرك ما متفكرش ايو في نفسك وبس وبص تحت رجليك كفاية بقى فكر فينا كلنا دقيقة شبابي تتخنوا مع بعض بس زمان ما كنتش بتتخنوا لما كنت نعمين كوني قلت على السرير لما كنت انت ازبوا اللقم ساوا انا هنا عسل احبكم من ده تخلي اديكم جيد واحدة تفاهميني؟ احنا شعلا مين طيب يلا اتوكلوا عبادة بلاتي استنى يا ايه يا طايزين ايه؟ ايه؟ انا قررت اسلم نفسي ايه؟ ايه؟ انا قررت اسلم نفسي ايه؟ ايه؟ انا كنت فاكرك مسافة بجد ده تفضل لحد ديمتا مستحمرنا يا صاحبي كل شوية تورطني على الهواء انت لازم تكنق او تهرب لحد ما تشوف راسنا من رجلينا ايه؟ مفيش حل تاني يا ايه؟ مفيش حل تاني صدقني ده الحل الوحيد عشان ننقذ مشروع بتاعنا حلال عليك الفلوس بقى لحد ما اخرج ايه؟ اه، اوه؟ ايه وراة؟ بقى فيها تليفونات المحامي والناس الناس الناس من الان انا كنتي نوى دخلهم معانا بشركة في الخليج أعزك تتواصل معنا وكل حاجة تخرص تحت عينك هلش تعمل فيها وبنهوم؟ لده الزمن يا عبدالعزيز ولا دي الدنيا؟ انت اللي بتقول كده يا عياد الدنيا دنيتني يا عياد احنا اللي بنعملها بالمعافرة هننجح يا عياد هننجح بالخطة أو بالرغة طيب انت قايي شوي يا عبدالعزيز وما اللي ما بتردش عطرفينات يا عبدالعزيز اهلاً يا حنينة تفضلي خليك يا عياد لما نشوف البيه لما بيجينو مزاج بيرد لما عندوش مزاج ما بيرد انا حر انا حر الله بيني وبينك احشد تكلمني كده اصلا اي عبدالعزيز ده هزار ولا جانت؟ اكيد هزار واكيد ما ننفعش تقولي كده ما فيش بيني وبينك حاجة اسماع يا حنينة انا وانت ما ننفعش لبعض انا رجل اللي بتحب ولا جواز ها؟ جربت حظ مراتين وفشلت انصحك بقى ما تربطش مصيرك بمصيره شوفي حياتك شوفي حياتك شوفي حياتك ايه اللي انت بتقولي ده عبدالعزيز وانا مش رمية عبدالعزيز ما دخلتش حياتك عافية انت اللي دخلت حياتي بس انا غلطانة اللي صدقتك انا كنتش متخينة كده بقوي كده بميت وش وصدقني والله همشت الكارر تاني حنينة حنينة عشان عم زكريا اللي ارحمه عشان الامانة اللي فرقتي انا خلاص ما عنديش مستقبل ايهاتك فرقتي هرامه عليا اسلمها معي فرق loop فرق عنديك بعيدني انك تخلي بلك ما انا واتأمني انها مصبع ب المشروع يعني اللي انت بتانيله دا جنون مالعون ابو الفلوس الي تخليك تضحر بنفسي أنا بعمل كده عشانك عشانك وعشاني وعشان إبني وعشان أمني وعشان حميل وعشان أي حد تشعلها بحلم لو وقع هيروع ممكن توعدنا لك تنفذ اللي بقولك عليه؟ توعدنا؟ هو عدنا؟ هو عدنا؟ هو عدنا؟ لا طبعاً مش معقولي الكلام اللي انت بتقولي ده؟ أنا مش قادر أصدق أنا تخدعت فيها نادا أنا شو فهم ما ليه عمل كده فيه؟ داخل أنا أحبه ليه يقرب مني ويقرب مني؟ معقول كل ده كان دمسين؟ طب هو عيستفيد إيه يعني إلا ما يعمل كده؟ الفكرة الشخصية اللي انت حكتلي عنها دي لابتاع التمثيل ولا تسليه؟ ما عرفش ممكن أكون سببت علي عشان بابه ممكن يكون كان عايز حاجة مني عايز يكسرني أنا طبعاً عملي ما بحبش قص الحب ولا حب عيشها هو ده الحب يا نادا اللي انت وقتين يعيشي؟ حبي وتحبي وعيش حياتك؟ مش عارفة أنا ليه ما بسمعش نصيح مجدلية؟ عمرها ما نصحتني نصيحة وطلعت غلط لا يا حنين اللي حصل ده فيه حاجة مش طبعية كلام اللي انت بتقولي مش منطقي فيه حاجة احنا مش عرفينها وانا افضل والحد ما عرفها نادا عشان خطري ايو هتعملي اي حاجة البنى عدم ده خلاص اسمك ما صح من حقيقة خلاص خلاص أنا فعلم أني انت قوامتك بتوقعيك أكيد مش عامل اي حاجة تقلل منك بس أنا مصير أن فيه حاجة مستخبية ثانية الان مش قد انتقل العرم تحضرت قناة أيها الضوء كيف يستطيع أن أتوأ؟ كيف يستطيع أن أتوأ؟ إذًا ما أعادك لوحدنا؟ مستنيكوا لما تصحوا عشان أسلم عليكم عندي كده شوية شغل كده لما النهار يطلع هامشي يعني وحبيت أسلم عليكم قبل ماامشي بلدو مصمم تسافر وتسدنا وانا قدك ممكن كنت أشد منك شوية كنت بحب أبو يا قوي بحس بيه لما كان بيطعب كنت بنزل الشغل لمكانه تعلمت منه الصنعة والشغل عشان أبقى راجل واعتمد على نفسي ولما راها عند ربنا كملت اشتغلت عادي اشتغلت عادي عند ربنا اه كلنا كمان هنطلع عند ربنا اشتغلت عادي اشتغلت عادي اشتغلت عادي اشتغلوا اشتغلوا هوا يعني يعمروا الأرض يعني سمعوا وزرعوا عشان تبقوا كويسين وعشان تبقوا سعدة ساعدوا بعض عشان أفضل حبكم وانا تمام بحبك قوي وانا بحبك أكتر انا عايزك تبقى راجل وتعتمد على نفسك حاضر معي او مش معي عايزك تبقى راجل وتعتمد على نفسك فاهم حاضر اتخذ بالك من نفسك حاضر يلا اقوم نامش شوية ده عبد الرحيم لا يا باب اتضحشني قوي انا مش عيبة عديد واجب لاتخذها اللو انا دي ومها داية يبقى تعالى بسرعة عشان ما انتضحش كل يوم حاجب بسرعة حاجب حاجب بسرعة او من الزرع حاجب بسرعة حاجب بقية يا بهوات، السيد الوزير كلمني بنفسه وأكد على الأبضاء على عبدالعزيز في أسرع وقت يا فاندم، إحنا رصدين الشارع كله بالكامل الخوف أن يكون سافر إحنا وصلنا قرار للنيابة بمنوع من الصفر ما أعتقدش قبل أنه ممكن يكون سافر أنا عايز تحريات كاملة عن قدري واللي معاه وكمان تحطوه لأعنيكو على نور هام تحت أمري معليك يا فان تحريات كاملة عن قubعه وأشهر البيعيق إلا أنتي سافر إلا أنت مستحفر إلا أنت مستحفر أخريت؟ هم؟ مالوابس أخريت؟ 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 هم بشورتدك تبقى راجل؟ و تسمع الكلام؟ خلي بالك منتدة؟ ياS يل يل اشوفه الشيء بخير يا امه خلاص يا عبدالعزيز هتسبنا تاني انا لاكا خافيش ذاكرا كت لازمته اي بسير داني بصدقت انك خرق كنا مصدورين وعايشين وحمدين رب فينا بكرا امه تعرف ان ابنك كان على حد ما غلطش عمل الصح والخير هتلعزيز هتلعزيزي داني دانايا 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 رفا دانايا يا الله ناس ناس خلي بالك من نفسك من الوقت هم؟ طويل اشوفه الشيء بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة آس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا عايزك تعتب المعرضة تاني اخس عليك اخس 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 بقى تخسر بنتك وتكرشها من معرضة علشان خاطر واحدة زكت زي دي الله لو لها انت بتكلمها عليها دي انت بابراطي يا عم حوش حد يروح يتجوز واحدة اسمها اسمها ايه امامي اسمها نهاد يا بنتي مش همو سعيد لا اسمها مو سعيد دي نسوار الشرح كلهم ضرب بينهم ها دول مروعين ها ضرب دشاق في كعب رجليها طول كده حد يتجوز واحدة عاملة كده يا راجل ده البوعف في جلبياتها من التلقيح على رصفة كده 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 الله ده تلحميت ولبست ونظفت يا راجل دي طمعانا فيك يا وله يا عيب يا وله يا عيب يا امك ولا ولا كريمة دي كانوا ايه قبل ما تجوزي لا تفرق كتير تفرق كتير يا معل فيه قص وفيه اب وام تشكلهم انما امه سعيد دي ولا امه اسلام دي اسمها ايه اسمها نهاد 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 دي عندها مين دي طمعانا في فلوسة يا وله يا دا عندها فلوسة سيبدأ حين الشمس ما عندهاش معرض الشرشالي ما عندهاش واحد جيلت في لحظة حينية كده وتقول لك ونبي شرشبت تكتبلي المعرض اسخر المعرض هو اللي يهم كافتي انا كاتبه باسمك واسم المحروس اخوك ايوة كده يا راجل يا جامد يا جدع يا نسبتي ايه يا راجل الكلام اللي باسمعه دا معرضي دا اللي مش باسمك انت كنت انت تصنط علينا ورية ولا ايه لا مش انا قلتلك دي ستة واطية يا عامة الله هتخلص امي اتلقاح انت على جنبي يا ماتية يا حرقوبة وحيات النبي لاوريك على العلق اللي اكلتها لانت والنسواني الحرقب اللي جبتيهم اما انت يا شرشابي دا ما كانش اتفاقنا يا دا العادي كان اتفاقنا يا رحم كان اتفاقنا ان احنا نتجاوز ونشتغل ساوة طب ما احنا نتجاوزنا وبنشتغل ساوة ايوان بتجاوزنا وبنشتغل ساوعة زي تاني هي كلمة واحدة ملهاشتاني يا شرشابي يترجع المعرض باسمك يقول لواحد منا يا حبيبي يروح من طريق شفت شفت انا قلتلك دي معي واسية يا عم طلعها وخلص امي ما يقدرش يا حلوة ليه ان شاء الله عارفة ليه ليه عشان فلوس يواخد مني فلوس قد كده البضعة دي يا حبيبتي اللي من الطوطورة حواليك بتاعتي من حر مال يا معلمة ده بالجزمة القديمة ترجع لك كل فلوسك والراجل ده ان شاء الله حيطلقك عشان يخلصني ويخلص امي بنتها سناء نعم تيه معاكو فلوسك دي لها فلوسة طعب سناء بنت الشرشابي ايه ايه المعليه هيوني الطلاب ايه واتخلصي امو سعيد نعم انت طالق بيت تلاتة ايه يلا يا اولي انت تطلق انا لقفش خبر ايه انا هوريك توري مني يا بنت العبيطة ده بنت الشرشابي وعد تتعرضي في حتة وترني عناية ميت نط الأوصير وما ايه اللي هوني اخلص منك ومنقى فيه موعدة يا دنيل انا كان مالي ومالك ما كانت لي حرع المعرض علي فيه مهات مهات ايه 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 يا باب ايه؟ اطلع بالحملة جاءت اشارة المباحث تفضل يا باشا، تفضل يا فهد بكلية طلب عند حضرتك ياريت نسبة ان عاب عزيزة لنفسه بقراثته وعزين نسبة يتضاف محدة رسمي عشان نسبة تحوصني عيدة وعبد عزيزة جندة كلها أسامة لا يا فهد ده بس عشان العيش والملح وكملني يعني كنت مراقب وبفترة اللي فاتت فكنت عارف شخصيته كويس ولوني زعلان منه عشان ما تسلمش الفلوس بلاش تجيب سيرة الفلوس دي انا سلمت نفسي واخلصنا وحضرتك عملت اللي عليك بس انت كده بص عابها علينا عاب عزيزة تقارير ما بحث كلها في صرحة كنتك بتعمل عمل وطني لو ما سلمتش الفلوس كده ما فيش حسن نية ما يهمنيش عزبة حسن نية الحد انا هون حتى لو تسجنت طول عمري انا كده ضمري مرتاح خلاص يا سام اعمل المهدى اللازم اضطه في التخشين اعمل المهدى يا فخري بيه الوقت سلم نفسه كله تمام باشا ازاي الكلام دي يا فخري باشا يعني ايه سلم نفسه بغير ما يسلم الفلوس يا الحكومة بتلعب ولا ايه اللي حكومة عملت اللي عليها يا دكتور والكرة دلوقتي في ملعب القضاء ورجالتهم هم اللي حققوا معاو يحكموا عليهم غلط كده القضية تبقى مقصة انا اديتك فرصة ان انت كن واحد من رجالتنا بس انت مش عارف تقتنس الفرصة انا قدها لك قبل كده يا دكتور انا بقدي واجبي بمنتهى الدقة والامانة وخدها مني نصيحة ما تركيش اهتمامك في قضية عبدالعزيز انا شابك في كلامك ريح تهديدي يا فخري ده مش تهديدي يا قدري دي نصيحة عشان التسجيلات اللي اتقدمت في عبدالعزيز كلها من طرف واحد يعني مفيهاش غير عبدالعزيز وبس وده بيفتح مجل تساؤلات كتير قوي اعتقد ان انت فغير عنها استأذن انا دلوقتي عشان عندي شغل بس ليه عندك رجال ياريت ما تتصلش بيا عشان وضعي دلوقتي ما يسمحليش بالتواجد عندك كل شوية منع للإحراك طبعا السلام عليكم ماذا؟ مش معقولش مغرور هالإنسان اه الدحلية كلها عايزة تطهير وده اللي حفيتشغل عليه في الفترة اللي جاية قولي لي أخبار سفريتك تركيا ايه؟ هلأ لازم مفروض تكون بعش ثلاث ساعات بالمطار ربنا يوفيك حتيوحشينك كتير احنا بقلنا كتير بنشتغل مع بعض هلأ كنت عايزهم يعني يسيبوكي معانا شوية؟ ياريت والله وأنا قلي زكريات كثير حلوة هون بالقاهرة بس يعني البزنس ما له بلد ولا وطن ولا شي بس أنا بدي أتمنلكم التوفيق وإن شاء الله قريبا بدي شوفك بتركيا قريب إن شاء الله بس أنا عايزك توص إخوتنا في تركيا يستعجله التمويل الجديد إحنا في أشد الحاجة إليه إن شاء الله أكيد يلا باي 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 ورحمة الله وبركاته ها نزيت لا تتخرج عليه علينا أي عجل إزاي الكلام دي يا فخري باشن؟ يعني إيه سلم نفسهم غير ما يسلم الفلوس؟ هي الحكومة بتلعب ولا إيه؟ الحكومة عملت اللي عليها يا دكتور والكرة دلوقتي في ملعب القضاء ورجالهم هم اللي حققوا معاو يحكموا عليهم غلط كده القضية تبقى مقصة أنا أديتك فرصة من أنت تكون واحد من رجالتنا بس أنت مش عارف تقتلص الفرصة أنا أقدها لك قبل كده يا دكتور أنا أبقى دي واجبي بمنتهى الدقة والأمانة وخدها مني نصيحة ما تركيش اهتمامك في قضية عبد العزيز أنا شابك في كلامك ريح تهديد يا فخري ده مش تهديد يا قدري دي نصيحة عشان التسجيلات اللي تقدمت في عبد العزيز كلها من طرف واحد يعني ما فيهاش غير عبد العزيز وبس وده بيفتح مجل تساؤلات كتير قوي أعتقد أن انت فغير عنها استأذن أنا دلوقتي عشان عندي شغل بس ليه عندك رجال ياريت ما تتصلش بيا عشان وضعي دلوقتي ما يسمحليش بالتواجد عندك كل شوية منع للإحراك طبعا السلام عليكم مش معقولش مغرور هالإنسان ها الدحلية كلها عايزة تطهير وده اللي حريفت شغل عليه في الفترة اللي جاية قوليلي أخبار سفريتك تركيا أي هلأ لازم مفروض كن بعتش ثلاث ساعات بالمطار ربنا يوفيك حتيوحشينك كتير إحنا بقلنا كتير بنشتغل مع بعض أنا كنت عايزهم يعني يسيبوكي معانا شوية ياريت والله وأنا قالي ذكريات كثير حلوة هون بالقاهرة بس يعني البزنس ما له بلد ولا وطن ولا شيء بس أنا بدي أتمنلكم التوفيق وإن شاء الله قريبا بدي شوفك بتركيا قريب إن شاء الله بس أنا عايزك توص إخواتنا في تركيا يستعجلوا التمويل الجديد إحنا في أشد الحاجة إليه إن شاء الله أكيد يلا باي 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 ورحمة الله وبركاته يمكن أن تجريش ألينا يعني أشاروكة جميع الشكلال مستخل إليه أشارتي 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين المترجم للقناة 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 وآخرون مجهولون من بدو سيناء بتهريب واستيراد وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات في مخالفة واضحة للقانون رقم 394 لسنة 54 في محاولة للمساس بأمن الوطن وسلامة أراضيه كما توجه بالاتهام للمتهم الثاني عبد العزيز عبد الرحيم فضل بتهمة التهريب والإخفاء للذخيرة محل الاتهام مقابل الاستيلاء على أموال مهربة بالتواطئ مع المتهم عودة عيد الجبالي والمجني عليه المتهم أنس جاد الحق رجدان السويفي على النحو التالي لذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى لا ينعم بغنائمه على حساب القانون والأمن تؤجل القضية لجلسة 24 رفعت الجلسة محكمة 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 ويهده هنا دي بس هو اسايب علي ؟ بس هو اسايب عليها انا ما اسايبتش عليك مش لو الكلام اللي هوا بيقوله دي حقيقي انا يقول لي انا احسن عشان عشانه عف جامبه انا مش قادر صد انه هوا يخنيني اقراهو أولا قين هيقول لك بس هوا عمل كل ده علشانك حاولي تفهمي هو دخل السجن ومشايف مصيره إيه على فكرة يا حنين الرجل ده محترم قوي وإنتي لازم تردي جميله دي جميل إيه يا مجدا أنت كمان؟ هيبقيت مسألة جميله وبس مش قصدي يعني جميل يا حنين بس الرجل ده باين عليه بيحبك وأنا المرة دي بقولها لك عبد العزيز بيحبك من قلبه هيا هتعملي إيه؟ انا مرتب وسلم الفلوس والتقرير لنا قد نتهل الداخلية ما تساعده لبشاهد مالك في القضية كلامك صح بس للأسف هو اللي مش راضي يا نهاريسي طب وبعدين حضرتك ده القضية بقرة ما تلاقيش كده كده القضية يحكم بالتأجيل لحين استكمال ملف القضية بس احنا عايزين ناخد براقة يا فرحتي بالتأجيل وامرمي في السجن حضرتك عارف يا أستاذ إيادا أن اللي يخلص القضية دي رجوع الفلوس للدول يا جاءت على الأستاذ عبدالعزيز طب ما البلد ابنها بتياره؟ واللي نهبوه هربو بعض ده البلد وعيشين ملوك على الألال الأستاذ عبدالعزيس راح وسلم نفسه هديك قلت بعض مد لسانك هربو برا مصر لكن هو جوه مصر يعني هيسر عليه قانون ايو بس هنسر برا ده ياخد أحكام الدائبية وكده كده هم في المدار واخدين عليهم وتنجلس أو ما يجوا هاتمسكوا يا أستاذ أسابة الموضوع ما فيه إن إحنا كلنا نفسنا نعمل أي حاجة لأستاذ عبدالعزيز إنت متعرفش الراجل ده وقف قد إيه جنبنا وساعدنا طب والله يا متر والله إحنا لو نعرف إن هو راح وسلم نفسه كنا خدنا إحنا الفلوس بنفسنا وروحنا سلمناه ولا إنه يتريمي يوم واحد بس في السجن بس هو بقى ما فاهمناش الحقيقة أوه وفاهمنا إن هو مسافر قلنا بنت عاصل وسكر يا سناء يا سناء ودوقته يا سناء ألا أنا جايلك في المهمة ألا فاكرني بحاجة مهمة إذا كان خلاص عبدالعزيز من الموضوع ده الفلوس يبقى فدايا الفلوس كلامك صح يا سناء بس الفلوس مش كلها موجودة معظم الفلوس اتصرفت في بناء المصنع أهي بس معنى كلامك أن فيه فلوس يعني لو استلمت عبايز هيخرج براقة أنا شايفة أن الفلوس ده ممكن تسلم في المحكمة ولو فيه حاجات تسرفت ممكن نسويها هناك في المحكمة مش كده يا متر ممكن بس في الحالات اللي زي دي وانت سيد العارفين ممكن القاضي يحكم بالحجز على المصنع ليه إن شاء الله؟ هو كان القاضي يعرف منين قضية السلاح دي بكاه من اللي فيها يكفيها؟ ما تدور معايا كده وتنور يا متر حضرتك دلوقتي بس عرفت الفلوس جيبتها منين؟ ياه ده أنت طلعت الخاسيس قوي يا شعلان تسيب صاحبك في الزنة اللي كان فيها دي ده أنت واكلين مع بعض عيشهم قال حيا يا جدع يا خشيس ولا حاجة هو اللي مرديتش يسمع كلامي وعم قال لي فيها بطل قومي خلاص كل واحد هنا مع الجنب اللي ريحه بس هو بقى فعلا كده والناس كلها متعاطفة معاه ومدام هان عليك صاحبك يبقى أنا كمان ههون عليك وقبل ما ترمي يا شعلان أنا اللي هرميك عشان أنت طلعت مش قصيل كل جاي عشان عبا عزيز لا عشان نفسي لو كنت عايزني بتجد يا شعلان تقوم دلوقتي حلن وتجيبي المأذون تكتب علي على سنة الله ورسوله وأنا مستعدة أعيش خدامة تحت رجليك بس بشرط أحس إنك راجل يا شعلان اللي عندي قلته اشتركوا في القناة شكرا 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 الدفاع يتفضل سيدي القاضي، حضرات المستشارين، أنا أدفع ببطلان أمري لحالة تأسيساً على عدم تطرابك مواد التجريم الواردة بأمري لحالة والخاصة بالحيازة والتحريز كما أدفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء أركان جريمتي الاشتراك والاتفاق وأطلب من عدلاتكم ضم أقوال الشهود وتحريات المباحث لأوراق القضية وإحالة الأستوانات المدمجة لللجنة الفنية المختصة كما أطلب من عدلاتكم استدعاء السيد أدري عرفات واتهامه بالتخطيط والاستغلال وتم إرفاق صور ضوئية من مستندات خطيرة تدينه في أعمال مشابهة سيد أقلبي، كل التحقيقات وتقارير المراقبات الأمنية تؤكد سلامة نية مواكلي هذا الرجل نزف كمية كبيرة من الأسلحة والزخيرة عندما أحس بالخطر على بلده وغامر بحياته ودخل واكر الخطر وهو عاخذ النية على التخلص من الشحنات المشبوهة والجهات الأمنية بعد أن علمت بذلك قامت بإحباط العديد من عمليات التهريب وهذا يعتبر عمل وطني وبطولي من مواكلي أين حسن النية؟ نحن حيال متهم استولى على الملايين مقابل تجارة غير مشروعة هو سلم نفسه من أجل إيهام العدالة بحسن النية للهروب بفعلته والملايين التي استولى عليها لذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى لا ينعم بغنائمه على حساب القانون والأمن اعترافات المتهم والتحريات لا تعفيه من المسئولية القانونية والأخلاقية فقد استولى على مقابل غير مشروع لتجارة غير مشروعة فلماذا لم يبلغ الجهات المختصة؟ أو يسلم ما استولى عليه من ملايين قدرة؟ رفعت الجلسة للمدامة محكمة يا إلهي جي أخريتها يا عبد العزيز دي لنا هيا يا بني دي لبي جاء يا ام ويخلي بالك من الوقت فاهمي لنا بوسفر سويسرا المراتي عشان يحقق حلمي حلمي ناس كتير اولا هو انا يا عبدالعزيز ام انتي تستحمل يا امو عبدالعزيز عشان امهات كتير او اعيالها تعيش احبك يا ام اكمل احبك اولا احبك ام خلي بالك من نفسك احبك علي احبك 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 محكمة! محكمة حضورية على المتاهم سيدتي رايت! ثانية واحدة! في ايه؟ ثانية واحدة! انت في ايه؟ تعال! انت مين انت يا سيدتي؟ الفلوس اهي! مش عايزين منها الحاجة! هدوء! هدوء! عايزين هو! ايه! كلها ايه! عايزين هو ايه! فلوس ايه؟ ايه ده يا سنة؟ ايه اللي عملت لي ده يا سنة بس؟ انا ما عرفش حاجة عن القانوني انا عرف بس ان هو ما بيحافظش غير على الطيبين وده خالبان وخا.. خايم ده خايم وما يعرفش حاجة لكن غلط بس هي الفلوس يا سادت القضي ممكن ادافع عن نفسي ارجوك ممكن اتكلم خرجوه ايه؟ اعلا يا عبد العديسة عايز تقولي ايه يا ابن سيادتك انا عارف ان غلطت شغلت دماغي ودراعي مشيت عكس الاتجاه بس انا مشيت عكس لما حسيت ان طريقنا نهيته خطر سيادتك انا مش بطل زي ما المتر قال انا عادي عادي واقل من العادي انا بس حبيت حبيت امي وابني حبيت اهلي وناسي حبيت انا بس حبيت وحبيت العائل الفقريين دول حبيت الشارع اللي تولدت فيه وحبيت البلد اللي تربيت فيها موسيقى كل الناس دي ليها فضل علي يا سيادتك كل الناس هم غلابة وشيانين ومن كتر الشقة نفسهم قصر سيادتك انزل من على المنصة وامشي في الشارع وسط الناس وحكم اللي متغربين وجايين خمسة في قوضة واللي الصبح في الجامعة وبالنهار بيحملوا بضاعة من الشارع واللي يعنيها متعلقة بباترينا بتحلم تكمل بقية جهازها بغسالة انزل سيادتك وحكم وانا عملت ايه انا كل اللي عملته اني عليت بسقف الحلم تلاتين سنتي بس تلاتين سنتي عشان بدل ما ناكل عايش نخبزه وبدل ما نجري في الشوارع ونشغبط على الحيطان زي العربية اللي بتحرق بنزين على الفاضي نقف نسبت وندور الطقف المليان بدل ما نشتري نبيع وبدل ما نتاجر نصنع وبدل ما نتوه نرجع هنكسب والله العظيم هنكسب زمن الاحلام زاد قوي وبقى ممل ويخمق ويخمق انا سنتك عايزة حقق احلام الناس دي ارجوك يا باشا سبولهم القرشين دول انا مش مهم انا في ستين دهية بس اسيبوا الفلوس للشباب ارجوك يا باشا احبسون انا انا واحد بس هم كتير ارجوك حكمت المحكمة حكمت المحكمة على المتهم الهارب عودة عيد الجبلي بالاشغال الشاعة المؤبدة مع ضد واحضار اجري السيد عبد المجيد عرفاط للمسول امام النيابة مع احالة الاوراق والاستوانات المدمجة للجنة المختصة وبرائة المتهم الثاني عبدالعزيز عبدالرحيم قطر حدوء والتحفظ على المبالغ المستلمة بموكب محضر الجلسة رفعة الجلسة عبدالعزيز عبدالرحيم ضد قوة وأضع مادات المجيدة مادة المطرة والكرامة ضد قرارة موسيقى موسيقى الكنة وجلسة وجلسة جلسة الان釀ان الشي بيجي هو معيار الشرف والأمانة والكرادة الشريف هيفضل طول عمره شريف واللي جاء فلوسه من حرام هيفضل جلجال على بكرة الملايين دي انت اللي عملتها وهتقدر تعمل أبطر منها كمان وبعدين خلي بالك فلوس دي احنا اللي بنعملها مش هي اللي بتعملنا انت حكتلك ليان يا ولدي صاحبها وابتسي واللي جلبه كبير كيف جلبك هيعيش والناس هتحبه انت رضاية دلوقتي ما شفتش عن العزيز الحقيقي اللي جواك عشان تقدر تساعده بحقق اللي هو عايزه والله غير ما يضر نفسه ولا يضر اللي حواليه المال عليك الحملي ميل وياه الزرعة الزكية هي اللي تميل في وش الريح عشان تقدر تعيش دي مالك حيلو عبدالي اهم حاجة فيها اهم حافظة بس خلي بالك المنافسة مهيش ساعة ياريت كل الشباب زيك كده عبدالعزيز العبرة في النهاية يا ولدي برحة الضمير عشان كلنا عن الموت وحنجاب الرب عادك هيسألنا عن كل حاجة ولا ينسى انو عيموت يجا يعمل ما بداله خاف من الموت يا عبدالعزيز خاف من الموت يا ولدي متفكرش كثير هتغذر انا وزغ في دماغك وعرف انك انت هتغذر لدي وقلت 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 زيانا عشان خاطر فلوس توزي في الفلوس انت مش فرعان بحريتك مشروع هي تامن وهي اتحقق والفلوس اللي انت تعبتي فيها وجيبتها هترجع تاني هم حاجة انت معانا بصحتك وكشبابك وكويس لا يا عبدالعزيز انتش هاشتشوفك كده معسروها مش يفقق عبدالعزيز انت المسل اللي قاعد في الحياة برينس شارع عبدالعزيز قاعد نزل اللي بص بقى يا عم اديتني الفلوس دي من فترة وقلتلي عشان لما يبقالها عوزة ما اعتقدش يعني ان في عوزة اهمة من العوزة دي روق بقى وعايزك توقف كده وتنفش ريشك وتشد حيلك وتعرق وبتعزيز بتطلع وتشوف الناس اللي عاملها عشانك بره اتجعت الفلوس لي يا سلام عشان ترجع لنا اطلع وشوف الناس بره عامل عشانك ايه بس 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 يا جماعة المشروع ده بتاعنا كلنا وهينجع بنا كلنا وكلنا لازم نزعين فيه يلا واحده واحده وبالدور اللي هقوله اخوشها يدفع 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 اتصرف فيه ربنا اويك يا عبازيك فلوس الفخخينة اللي احوشتهم عشانك عبش علام عبش علام عبش علام عبار اي جاكتر من كده في المشروع يا معلم ربنا معاك رب ده اينا با أورا تذرع لينا غشرة أينيا تبا العلم السجايا يا صبيل يا اعزي الفلوس اللي انا ما عداش عبدا فيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة